تمام يا جماعة! وحنا زي ما قلنا قوز 1 هيبقى داخل الحج شابتر 2 بس .شابتر 2 قلت هيبقى ثم حاجتين هيبشمل الفورس في 2D والفورس في 3D. الفورس في 2D والفورس في 3D. فاااااااااااااااااا فاني هاستتركز على حابتر 2. الفورس في 2D والفورس في 3D عشان ضاقط عليهم من القوز. الحاجة التانية القوز طبعا معدو تغير. انا كتبتر لكم اخر معدلية بيومه ثلاث.يومه ثلاثة ساعة عشرة بالليل. متى انت الساعة عشرة بالليل على ال الم اس. اه بس لا تعدلش على ال الم اس. بس ايه? لسه ما تعدلش على ال الم اس. اوكي احنا اعدله قريب يعني. هيبقى هيبقى الساعة عشرة. عشرة بالليل يوم التلات. الحاجة التانية بس هو الفكرة ان احنا. هو اسايمنت وان احنا المفروض ان نسلمه قابل. او ال ال المس واللسه? عشان او لسه ما 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 مفتحتش ال ال المس. وهو اصلا ال ال المس واع بقاله بقاله ساعتين. اتحطى ال ال المس واللسه? لا لسه. او ال ال الم اس كان واع. ما هو بقاله 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 تلات ساعات واع مش عارف ليه. هو يعني بس وان شاء الله. او لو حصل كده كويس بحنا نعمل. اصلا برضو يعني انا. يعني مستغربة ان احنا كلنا هنمتحن في وقت واحد. اه. ال ال 6 فالدفع كلها الفين واحد على المس و هو اساسا. احيانا كده بيقى من غير حاجة زي دلوقتي او من شوية. فمش عارفة خايفة لو عملنا كويس يحصل نفس الحاجة. اه. مش عارفة. اه. ممكن يبقى البديل بقى. هو الفكرة ان لو جماعة لو حصل اي حاجة. لو حصل اي حاجة على ال المس والموقع وقع واي حصل اي حاجة. حنعيد الكويس تاني. محدش هيقلها من كده. يعني هو الكويس هيبقى على ال المس او. لو حصل ان هو وقع وحصل اي حاجة في احنا 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 بقى معاكم على ال المس ساعتها. لو حصل ان هو وقع في اي وقت احنا حنعيد تاني الكويس وهنعمل اجراءات تانية كتير. محدش يعني هيقلع من كده. هو بس الفكرة بس ان بس في شوية حاجات كده. و بنسبة ال اساينمنت عشان. هل مثلا نتاسلنا كل وقت ولا ممكن نيجي نلاقي قبل الميت ترمب يومين تلع دادلاين فوسل اسبوع. لا لا هو اساينمنت وان هنفتح لكم اسائيمنت وان هنخلي ليه بドン اسبوعين. محد الشيء له من حاجة. هو ان شاء الله لما هنخط سبت جاي هنخلي ليه وقت اسبوعين تحلوا في الساينمنت. يبقى الوقت اسبوعين تحلوا في الساينمنت. فا ناوة السابت جاي اللي هو يعني. اوه السابت جاي على طول ان شاء الله نحط لكم الاسايمنت. اللي هو بعد ثلاث يام دلوقتي. وهيبقىób ا背 Look превارد تحل الأسامة من تباحتك عادي. قدامك أسبوعين تحل الأسامة. عشان احنا عارفين ان الأسبوع الجاي بقى فيه كوز واللي بعدي فيه متر. فايه? فاحنا عارفين ان الناس هتبقى عادة بتذاكر ومضغوطة بالكلام ده. فاحنا نسابقكم أسبوعين. فلا الأسبوعين بتاع الكوزز والميتر ما ليش عشان الصوت قطع عندي. لأ هو أسبوعين من أول ما نحط الأسامة تعال المس. هنحط يوم السبت الجاي. أسامة ان شاء الله ترفع السبت الجاي. يعني كده تقريبا نازم بتسلم قبل الميتر. عشان الناس تلها التذاكر يعني. عشان كده أسيبت لكم أسبوعين. يعني هو الأسامة التطبيعي بتسيب لكم أسبوع واحد. ده الطبيعي. بس احنا عارفين ان فيه بقى كوزز وفيه مترمات وكده. فاحنا سيبقى لكم أسبوعين. الميترم لسه الحالة ما تحددش هيخش لحد فين. يعني الميترم بس احنا لسه ان شاء الله مع الدكاترة كده هنشوف. وهنبلغكم على طول يعني. يعني ان شاء الله على المحاضرة الجاية على السيكشن الجاية هنبلغكم الميترم وصل لحد فين. على طول يعني. اه فيه بس يا جماعة بس حاجة كاعة أولى في 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 الكوز من خاطر أنا عليك في انتو قمت احنا اونلاين. فطبعا اول حاجة احنا اتفقنا عليها مع بعض في الدكاترة يعني وكده ان احنا اه انتم تحنكم الساعة عشر يوم التلاتة ساعة عشر بنليد يوم التلاح. اه اسعى تسعة ونص تسعة ونص تسعة ونص تقريبا او عشرة التيرت حاجة ازي كده في الحدود ديت اه هنفتح میتنج على��니م. اه الميتنج على التيم نزمتها ايه? الميتنج على التيم هنفتحها. فهيطلب من الناس كلها ان هي تجون الميتنج. الناس كلها تجون الميتنج. الميتنج دي انا مش هشرح فيها حاجة. مش هتكلم خالص. مش هجوب على اي اسئلة خالص. انا رجزت فاتح الميتنج دي لسبب واحد بس. ان احنا نرقبك نشوفك انت بتغش ولا. فانا مش مش هسمع اسئلة ومش هجاو ومش هتكلم وانا اصلا هافل المايك ساعتها. فالناس كلها هتعمل هتخش على ساعة تسعة ونص او عشرة الى تلت هتخش على على التيم. هتعمل جوين الميتنج. انا ان شاء الله هافتحها لكم من من الجنرال هنا. هافتح الى تيم هنا من من الجنرال هنا الميتنج ساعتها. مطلوبا حضرتك ان انت اما تفتح الميتنج هتفتح والكاميرا مفتوحة. الكاميرا مفتوحة ونخاطر نضمن ان محدش بيغش. محدش قاعد مع صاحبه وبيحبله مع بعض. محدش بيكلم واتساب وايه. والحلقات دي كلها انتم بتعملها في الامتحادة اونلاين يعني. انا ممكن اخلي حدث عنها عشان النات عندي مش احسن حاجة فخيف هيقطة او كده. ايه. ممكن اخلي حد ثاني معي عشان النت عندي مش كويس وخيف هيقطة. اي حد فين منضوب انتو سكشن كام اصف. فين باين من هديه بطايب. اي منضوب تاني مينة. ممكن اخلي حدث من السكشن اوكي في كزا منضوب باردو. اي حد. يا عمرو محمد ميش طيب ثانية حد. ايه. يا جماعة بس انت هحتيجوا من الثلاثة ان شاء الله على ساعة تسعة ونصف هتفتح التيم تخش على الميتنج هتخش عليها بالكاميرا تفتح كاملة اللاب او كاملة الموبايل اي ان كان ايه هيا يعني حاجة توريه ان انت قاعد بتحل لوحدك محدش معاك محدش جنبك مرتكامش في التليفون طبعا التنبهات دي مهمة جدا بسبب ان لو حد دخل الميتنج من غير مفتح الكام بتاعته الكاميرا هنعتقب الوقت انه محدرش الكوز دي مهمة جدا جدا جماعة الناس تبقى فتح الكاميرا خاطر محدش يجرش من حد والكلام ده كل الحاجة التانية الكوز هيبدأ الساعة عشرة الكوز هيبدأ الساعة عشرة هتكلم معاك بقى بسرعة كده في تفاصيل الكوز ازاي بتتخل على الكوز اونلاين وبتحل عليه اونلاين بس هو المس لمش مساعدني انا كده اعمل شيل سكرين المفروض بيننا اي بش مانست تمام الايلم اس واقع ودي حاجة مباشرة بالخير يعني اه الفكرة جماعة بس هنفتح انا كنت مسجل فيديو قبلكد مع الساعة اللي قبليكم انت هتخش عالكورس بتاعك مثلا وعليكن استاتيكس مثلا هتدخل عليه طبعا زي ما انت عاف انت بتخش على الكورس بتاعك بيزهر لك كده. ده فيديو هنسجله مع ناس قبليكم. بيزهر لك اه بيزهر لك اشنا كده كده المحاضرات موجودة والاسايمنت اه وهتلاقي كده تحت كده فيه ده لما تفتح الكورس بتاعك اللي هو فانت هتفتح الكورس هتلاقي فيه هتدوس عليه. ده كله على المس طبعا. هيزهر لك اول حاجة دي دي اول حاجة تزهر لك لما تفتح كوز وان اول حاجة بيقول لك ان هو التمس اللاود ان انت لك محاولة واحدة بس في الكوز. ما لكش محاولتين. يعني انت تخش الكوز مرة واحدة. لو طلعت من الكوز كده خلاص الموضوع انتهى. برضه هقول لك ازاي برضه بيحصل يعني ايه بس امش معها واحدة واحدة. اه اه التمس اللاود واحدة مرة واحدة بس. بعد كده مكتوب مثلا. ده جماعة ده كوز مادة قديمة. ده مادة قديمة يعني ده كوز قديم. انا بس فتحت روكشن خط اتعرف ايه اللي بيحصل بالزبط. فهتلاقي هنا كده معادي الكوز يتقفل امتى? فطبعا احنا معادنا يوم اربعة وعشرين حداشر. فانت هتلاقي كده تيوز دي. اربعة وعشرين نوفمبر مثلا. عشرين عشرين. وقت الكوز تقريبا هيبقى ربع ساعة او تيرتي ساعة. فهتلاقي هنا كده عشرة وتلتة مسلا. فالكوز هيبدأ الساعة عشرة. الكوز هيبدأ الساعة عشرة. هيقفل الساعة عشرة وتلتة. طبعا هيبيقول لك time limits. time limits هنا زي ما قلتلك لما الكوز يبقى ربع ساعة او تيرتي ساعة على حسب الكوز من دوتا الدية. المهم هيظهر لك ديت. وكده هيظهر لك تحت كده هنا حاجة كاسمة start attempt او start quiz هنا تحت كده. هتدوس عليها. طبعا لو انت دوست لو انت دوست عليها هنا قبل الساعة عشرة مش هتخش على حاجة. فانت هتفتح ال LMS على الساعة عشرة بالزبط او قبله بشوية. لحد لما time يجي الساعة عشرة بالزبط وتدوس هنا هيدخلك. فتاني لو انت جماعة لو الوقت لسه مجاش الساعة عشرة. لو حاولت تدوس هنا start quiz مش هيخش معك في حاجة. هو بيبدأ الساعة عشرة بالزبط. فانت هتوقع تدوس هنا كده كده كتير لحد لما الساعة عشرة فعلا تيجي وتبدأ تخش على الكوز. هتخش على الكوز. هيظهر لك بعد كده صورة بالشكل ده كده. بالشكل ده. كده انت دخلت على الكوز خلاص. طبعا هنا طبعا بيقول لك بقى هناك مثلا هنا مثلا ده اول سؤال هو. ده اول سؤال هو. طبعا سبك من الفق ده. ده كله بسبب ان الكوز ده قديم فاسبك منه. هتلاقي هنا مثلا سؤال مسلا موجود وتحتيه اختيارات. سؤال موجود وتحتيه اختيارات. اه فهتلاقي مسلا سؤال واحد سؤال اثنين سؤال ثلاتة سؤال واحد سؤال اثنين هو تنزل تحت سؤال تلات سؤال اربعة سؤال خمسة دي كلها ايه اسئلة انت ما عليك انت بس تتجاوب وتختل الحل الصح من ايه من ما اول سؤال كان الحل بي مسلا اخترت حل بي فتقول بتخترت كذا كذا حل انت تختلي الحل الصح مع كل سؤال ضب افرد مثلا انت في مثلا انت هنا بسMay اخترت حل بيه مثلا وبعدين مش انت مش عايز حل بيه هعدش على كليل تمسح الاختيار بتاعك وتختار الحل التاني اللي انت عايزه فانت مسموح لك تعمل اللي انت عايزه في ايه في الامتحان طبع زي ما قلت لك كده يبقى كزا سؤال انت بس بتختار الاسئلة ديت وبتنزل لتحت الحد لما ايه لما تخلص جميل كده في حاجة كمان مسلا انت لو عندك سؤال مسلا انت سؤال انت حليته بس يعني ساكك فيه مسلا شوية او متردد فيه شوية في حاجة اسمها هنا كده في حاجة اسمها كده هنا فلاجة هاي فلاج دي لما تدوس عليها يبدأ بصوا هنا كده هو ده كده عالم اسود يتحول لعالم احمر لما دوس على فلاج يتحول لعالم احمر ويبدأ هنا كده يعلم لك ان اول سؤال اتمركل بالاحمر اهو طبعا ده كم سؤال ده عشر اسئلة همت واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماما تسع عشرة الاي دي ليه راس السؤال الاي دي راس السؤال واحد اتنين ثلاثة ده بقى السؤال انت هتبدأ تحل فيه فهتحل الاول سؤال تاني سؤال تارت سؤال لحد عاشر سؤال فطبعا لو عملت لايس فلاج هنا لو دست على فلاج كويتشن يبدأ يلون لك العالم ده باحمر ويعلم لك فوق كده ان انت عملت فلاج للسؤال بالاحمر ايه الفلاج ده الفلاج دي حاجة لك انت حاجة لك انت اشان خاطر لو انت مسلا انحتاجت بعد كده ترجع تاني لسؤال انت حليته بس تسارك في اجابته طبعا انت همعلمه انه مسلا السؤال الاول هو اللي هتسارك فيه هترجع له تاني دي حاجة لك انت المهم انت هتبدأ تحل الاسئلة وتختاري الاجابات وبعد كده هتلاقي في الاخر طبعا انا ده ده التاسع ده العشر انا بس بنزل لتحت بنزل لتحت هتلاقي في اخر كده في حاجة اسمها هنا كده ايه فينش قتم تنهي المحاولة طبعا انت هدوس فينش قتم دي امتا لو انت خلاص خلصت حلك وخلاص متأكد انت ايه عايز تقفل الكوز فهدوس فينش قتم هنا تعاني تنهي المحاولة هيفتح لك الصفحة دي ايه الصفحة دي الصفحة دي مجرد عبارة عن ثملي ثملي بسيط كده ملخص انت عملت ايه في الكوز فاحنا مسلا ولياكن سؤالنا مسلا كان حوالي الكوز كان حوالي عشر اسئلة فهنا مسلا اول سؤال بيقول لك انصر سيفت انت جاوبت اول سؤال وعملت له حتى في لجب اللحمة تاني سؤال انت جاوبته تالت سؤال انت نسيته ما جاوبتهوش. رابع سؤال انت ما جاوبتهوش. ده كده سامري بسيط ملخص بيقولك انت عملت ايه. عشر سؤال مسلا انت جاوبته. الكلام ده بيتلجم برضه هنا كده. آآ سؤال واحد تحطيه رصاصي انت جاوبته. وتعلم احمر انت عملته سؤال اتنين انت جاوبته. سؤال تلاتة ما جاوبتهوش. فاتصفوا دي. اربعة نفس الكلام. خمسة نفس الكلام. سؤال عشرة انت جايبته اتعلم بالرصاص. فده برضو ساملي برضو. ده برضو ساملي ان انت عمدت ايه في الكويس. انت وصلت لحد هنا. خلاص انت ااا اتقلت ان انت جايبت على كل اسئلة وكل حاجة تمام. هتنزل تحت. في حاجة اسمها لتن توقع تيم. لتن توقع تيم تبدو عليها لو انت عايز تلجع تاني للمحاولة. يعني انت مسلا سؤال تلاتة نسيت تجاوبه مسلا. فانت نسيته. فهتعمل حاجة اسمها لتن توقع التن. ترجع لور. طبعا اخد بالك من هنا التعامل كله من الحاجات اللي قدامك انا. محدش خالص يعمل انساها خالص دي عالجنب. الرفريش دي انساها خالص. ما هتعملهاش. محدش يدوس باك. باك والرفريش دي اكد انهم مش موجودين خالص انساهم. يعني باك والرفريش دي مش معاك في الكويس خالص انساهم. انت بتعامل مع الصفحة اللي احنا من دهنك دي. فانت عايز تلجع تاني هتقوش لتن توقع تلجع تشوف ايه السؤال مسلا اللي انت انسيته. او ايه حتى السؤال اللي انت ما كنت متأكد منه وعايز تلجع تاني. وتجاوبه وتدوس ايه تاني. او تلجع تاني ايه. المهم انت مسلا انسي انت خلاص رجعت هنا وتأكدت من انت حالي لكل حاجة خلاص. هتلاقي في الاخر حاجة اسمها submit all and finish. يبقى انت كده لو دوست على هنا. يبقى انت كده خلاص الكويس هيقفل معاك. وانت كده خلصت الكويس. السؤال المشهور دايما ان سعال في ناس منكم بتنسى الكويس بيقفل عليها. وبتنسى تدوس submit all and finish. يعني اصلا كويس يقفل عليها. احنا قلنا لك الكويس مدته عشرين ديئة. احنا قلنا لك الكويس مدته عشرين ديئة. فانت هتبدأ الساعة عشر. تمام? جاءت الساعة عشر والتالت وانت مش واخد بالك وعملت حل. فجأة تلاقي كويس قفل عليك. فانقاط الوقت الكويس انتهى. فطبعا مش تلحق تامي الخطوات ديت. فاحنا ما تقلقش سواء انت عملت submit all and finish او ما عملتهاش هو بيبعتنا الاجابات. يعني فدي حاجة ما تلاقيش خالص. ايه بقى الحاجات المهمة اللي انت ممكن تعملها تباوزك الكويس. دي بقى اهم حاجة. اول حاجة طبعا. انت هتلاقي في الاسائم انت هو بتجاوبها. في حاجة اسمها start new preview. دي ممنوع خالص تدوس عليها. start new preview دي بيعمل ايه? هيطلعك من الكويس. ويحاول يدخلك تاني. بس انت وانس انت طلعت من الكويس. هتجي تخش تاني مش طعف تخش تاني. شو احنا لدينا محاولة واحدة بس. كل واحد لي محاولة واحدة بس. فدي كده حاجة تدوس عليها خالص. start new preview دي ممنوع تدوس عليها. ممنوع نهاية تدوس back. خالص. back مش موجودة معك خالص. refresh حتى ممنوعة. انسى خالص الايه? الحبه اللي فوق ده. اه اه. خايف. انا عزل اسئلة اسا معرفش. هما لما خمسة. هما خمسة. لما خمسة لما عشر. هو اللي. يعني. كل سؤال ما فقط. لا احنا قلنا ما هو هو بيكون مكتوب عدد الاسئلة هنا هو تعلمين هنا. عشر اسئلة. فانت انت بتعرفه انت دخل الامتحان الامتحان تايم المت قد ايه? فانت تتحددي بقى كل سؤال وقتين تلات دقائق دي حاجة ترجع لك انت وانت بتحله يعني. الحاجة برضا جماعة المهمة جدا اللي الناس قد توقع فيها. الكويز بتاعك هيبدأ الساعة عشرة. هينتهي الساعة عشرة وتلت. انت دخلت الساعة عشرة. دخلت الساعة عشرة وخمسة. دخلت الساعة عشرة وربع. دخلت الساعة عشرة وتمانتشار دقيقة. الكويز هيقفل عشرة وتلت. ما لهاش علاقة انت دخلت امتى? خالص. ما لهاش علاقة انت دخلت امتى? هو بيبدأ الساعة عشرة? يقفل عشرة وتلت. انت دخلت امتى بقى دي مشكلتك انت? فالناس يا ريت تبتزم بالمعادة عشان خاطر فعلا اللي هيخش متأخر سواء مشكلة عندك مشكلة عن نت مشكلة النور قطع النور فاصل الروتر دي كلها حاجات احنا ملناش علاقة بيها نهائي. فالناس يا ريت وقت الكوز يبقى ايه? عندك بقى نت واي فاي نت موبايل اللي اتنين معاك عشان خاطر لو حصل حاجة تشتغل على التاني يعني كده يعني. ايه تاني في في الكوز? اه زي ما قلت كده ما فيش بقى خالص. ما تدوش على بقى كده نهائي. ما تدوشش ممنوع. ده كله هيبقى ازاك الكوز. اه 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 طبعا بتعملها في الاخر. بعد كده بتعمل ايه? صمت اول اندفنش. طبعا يعني احنا بقى اه في اه في ال الام ايس. انا بيجيلي كل طالب عمل ايه بالزبط? دخلتي انت بساعة كام? انت دخلت الساعة كام? جاوبت على كل سواء ساعة كام بيجيلي برضو كل حاجة. فآآ. 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 جماعة هنطلوا من الناس تتأكد ان النت بتاعك سليم لشون خاطر ايy تأخير في النت دي مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا. اه حاجة واحدة بس لو حصلت لو وقع ساعتها. احنا كالك هنكون معك على وقت الكوز. لو وقع ساعتها هنعيد الكوز تاني. ما فياش اي مشكلة. يعني اي خطأ في احنا هنشير واحنا مش انت. لكن اي خطأ عندك في النت انت هل هتشير. اه زي ما قلت انت هتطلب منك الاول تخش على في الساعة تسعة ونص او عشرة الى تلت هتخش الكام مفتوحة. الكاميرا مفتوحة. موبايل بقى او اي كاميرا. بس حاجة تولية انت قاعد لوحدك بتحل. اه هتفتح تخش الميتنج تحت التيم تفتح الكاميرا. طبعا احنا يكون بقى ناس كلها قاعدين بنرايب الناس بتحل ازاي. اه اللي هيخش الميتنج اللي اللي جماعة اللي هيخش الكوز يمتحن من خير من غير ما يخش الميتنج ده ملغي. حتى اللي هيخش الميتنج بس برضو ملغي. انا 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 في الاخر بالميتنج عندي بعمل لها ده ونلود الاتندنس اللي في الميتنج بيجيب لي كل واحد دخل ازاي كاميرا ولا ولا اوديو ودخل امتى وخرج امتى. بيجي لي كل التفاصيل. فالناس كلها تتزم بالكاميرا حتى انخاطر احنا بس بنحاول نمنع الغش باي طريقة. ده كده بسرعة ملخص بسيط عن الكوز اونلاين. انا قلت بس اقول لكم ايه اللي بيحصل لخاطر ما ايه ما تتفاجئش. ودي اوه ما هتمتحن ايه اونلاين. طيب معلش يا بشمهندس هنقدر نحل من الموبايل. ايه ده? اه ما احنا جماعة ما قلت حل براحتك. حل من الموبايل حل من اللاب حل براحتك. بس انا عايز زي ما قلت كده الكاميرا مفتوحة. كاميراة موبايل كاميراة راب. اه حل براحتك. مش فارق. بس طبعا هو اللاب افضل بكتير طبعا يعني. هو اللاب افضل بكتير. طبعا هو الامس لسه واقع فانا ايه? اشتغل. طبعا كويس هو. ايه اللي مستشتغل? جميل. اه نبدأ بقى يا سكشن متعمش خاطة بس الوقت. احنا وصلنا لحد في نمار الفاتد. احنا خدنا خدنا حد اه خدنا خدنا المومنت ابوت البوينت. ماشي. احنا كده نتكلم في المومنت ابوت لاين. والكابلس في دي والسلي دي. اه بسرعة كده مومنت ابوت لاين. احنا خدنا الفات مومنت ابوت بوينت. خدناه في دي وخدنا في دي. مومنت ابوت لاين بسرعة بجيبه ازاي? بجيبه بطلعتين. مومنت ابوت لاين. بجيبه الامة المومنت بيساوي الاف في الدي. اه الكلام ده قلناه قبل كده. هفتح بس تاني. كان سيكشن كام سيكشن 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 ده اللي احنا قلناه سيكشن اللي فات. ما عليش شوش من دي السؤال تاني بس. او النتيجة بتاعة الكويز بتطلع وقت المنتحنة على طول يعني? لا مش واحدة. اه بتطلع تطلع تطلع الامة وقتها اللي احنا. بس احنا احنا هكي مش احنا بحتيارك بعدها بيوم او يومين. تمام. ايام اه اولنسكشن. اتبعي المومنت بتاع فورس في التو دي مومنت بسوي FD. نفس الكمل اللي قلته هنا. ده Moment about point. ده Moment بتاع force. هكتب لك كده about point. FD. نفس الكمل دو تستخدمه للمرة الثانية. بس اجيبي Moment بتاع من? اجيبي Moment بتاع force about axis. Moment بتاع force. Moment بتاع force. لكن about line او axis. النوع FD برضو. بس ايه الفرق? الفأل جماعة هنا بقى ان ال d هنا ال d هنا هي بالمدينكول ديستنس على حاجتين على الفورس وعلى ال line فانت سي مثلا لو عايز تجلب المومنت بتاع الفورس حوالين محور y فبقول المومنت حوالين محور y هيساوي ال f في ال d ايه هي ال d ال d هي مسافة مسافة اهيت عمودية على حاجتين عمودية على الفورس وعمودية على ال line يبقى m y بتساوي f d y طبعا احنا كلا جبناها كايه طبعا احنا كلا جبناها كماجنيتيود لازم احولها الى فيكتور بطبع مين بطبع ال right hand row احنا احاول الماجنيتيود الى فيكتور بطبع ال right hand row اه دي اول طريقة اللي احنا غالبا مش بنستخدمها اه احنا نجيب المومنت about line ايه الطريقة التانية دي الطريقة التانية بقى انها بقول لك المومنت about line المومنت about line هيساوي المومنت حوالين اي نقطة على ال line معموله dot product مع line unit vector معموله dot مع line unit vector نخد بالنا من حاجة نخد بالنا ان المومنت احنا جبناها الا Bryan selection هاي فات المومنت تحولين الفورس حوالين اه اي نقطة المومنت تحولين اي نقطة ده كمية فيكتور ده بيطلع معنا كمية فيكتور لابع محمل لها dot product مع line unit vector انت عايد زمان لما اعمل vector dot vector يتحول لكمية سكيرة فما من هنا كده يطلع المومنت تحول ال line كمية سكيرة ساعات بيطلع منك تحول المومنت تحول ال line من كمية سكر problematic بكمية فيكتور. يجب اقول الثاني nanion تاني هيцевيبيكتور هيصوي الممن تحويان اللiada الان انا اجبته من الاول خطوة. مضروف بقى ضربة عادية في ال line unit vector. يمكن اجي الممن تحويان ال lain بكم خطوة بخطواتين? اول ح Dobrin Quast اجيبين المهمنت بتاعتِ الفورس حوالين اي نقطة على اللاين. اجبين المهمنت بتاعتِ الفورس حوالين اي نقطة على اللاين معمولةها ضد Lt unit Victor. يقلع المهمنت تحولين幕 كمية طeno كثيرة. باخدها كده زي ما هي واضربها تاني. بس ضربة عادية في vite Victor محورتها الكمية Bectro. طبعا في حالتين. المهمنت تحولين eins بيسوي تسيده في حالتين. لو الفورس بتوازر للان. لو الفورس بتوازر اللاين او الفورس They'dlin. دلت الحالتين اللي يخلو المومنت بيساوي زير. الحقيقة ان اول معادلة دي اول معادلة ديت انا ممكن اكتبع كلها في ماتريكس. هي احنا عارفين زمان زمان لما كنت باجيب المومنت زمان حوالين الوين هارجع عارضه شوية كده اهوت اهوت كنت باجيب المومنت حوالين النقطة ار كروس اف. كنت بقول لك اي جي كي ار اكس ار وي ار زت اف اكس اف وي اف زت ده المومنت بتاع الفورس حوالين نقطة. مومنت فورس حوالين نقطة. نفس THIS ديف حتستخدمها تاني. ولكن هتطبقها ازاي بقى. هتطبقها ان انا اقول المومنت حوالين الوين هتستاني هل لتحوالين النقطة du good li unit vector. فنفس الماتريكس اللي احنا عملناها قبل كده ار اكس ار اي ار زت اف اي اف اي اف زت لكن المراضي بدلا ما كنت في اول الصف. كنت في اول صف اصح بحط اي و جي و k. المراضي احط لأ احط ال line في اتجاه X. ال line unit vector في اتجاه X. ال line unit vector في اتجاه Y. ال line unit vector في اتجاه Z. احطه في اول رو هنا. اكوني matriks بتاعتي. هبدأ احيل. يبعنا كده اول خطوة ده او اول سطر دوت. ممكن في الاخر احوله الى matriks. اول رو اول صف هو line unit vector. تانية صف R X R Y R Z. ثلاث صف F X F Y F Z. وابدأ احل الماتريكس دي. دي لما احل لها. هتطلع للمومنت about line k 100. فانا ممكن عطول باستخدام الماتريكس دية اجيب المومنت بتاع مين? بتاع الفورس حوالين line k 100. من الماتريكس دية. بعد كده اضربه تاني. في line unit vector. اه بعد كده القابل بقى بسرعة. ايه هو القابل? القابل عبارة عن two forces. اه هما two forces equal in magnitude. اه اه. يعني قد بعضي في المقدار. عكس بعضي في الاتجاه. opposite in direction. هما الاتنين مش على نفس line. هما الاتنين مش على نفس line. يبقى كده دورات بيعملوا قابل. القابل ده باجيبه ازاي? نفس الكلام باجيب برضه بالمومنت بيسوي F F D. يعني يا جماعة احنا احنا المعادلة دي قلناها يعني لحد الوقتي يجي حوالي تلات اربع مرات. انا ما عادش start record. ماشي. اوكي. ايه. المومنت بتاع القابل باجيبه F F D. ايه هو الاف هو الماجنيتود بتاع الفورس. ايه هو دي مسافة عمودية مسافة عمودية بتوين التو فورس. كده بجيب بتاع القابل. كده بجيب بتاع القابل. نفس الكلام. المومنت بتاع القابل ده اصلا كمية فيكتر. كمية فيكتر. فهيطلب منك بعد كده تحول الكمية ديت من تحولها الى ايه? تحولها الى فيكتر. نفس الكلام اللي عملناه هو هو بالزبط اللي انا قلته قبل كده برضو. لما كنت هنا بجيب بتاع الفورس. حوالي النقطة في كنت بقول لك ف في دي. كنت بقول لك كمان بعدها كمان بطبق برضو الرايت هاند رو. بطبق برضو الرايت هاند رو. نفس الكلام اللي قلناه هنا بتاع مومنت بتاع الفورس في هنقوله برضو هنا تاني. المومنت بتاع مين? بتاع القبل في الف دي. نفس الكلام. المومنت زي ما قلنا لو انت شغال في الاكس واي بلين? لو كلها في الاكس واي بلين? يبقى المومنت ما له? يبقى المومنت مع اتجاه الكي كاب. يبقى المومنت مع اتجاه الكي كاب. المومنت مع اتجاه الكي كاب. يبقى مطلوب منك تحدد هتحدد هاله هو بوستف كي كاب مع البوستف كي كاب ولا مع النيجاتف كي كاب فهتطلب منك بأنه نفس الكلام تطبق الرايت هاند رو تطبق الرايت هاند رو تشوف لو هو بيلف في أنتكلو كويز يبقى المومنت هيساوي يبقى المومنت هقدر أقول كده لو انت لو انت في التو دي في ال اكس و اي بلين يبقى المومنت كافيكتور المومنت كافيكتور ده المومنت بتاع القبل محدش بس ينسى هيساوي F في ال D في اتجاه ال K طبعا هنا كده ده في اتجاه ال K احنا نخطر في ال 2D احنا شغال في ال 2D يعني الفورسس كلها في ال 2D ده طبعا هتحط قبليه ايه هتحط قبليه لإما بوستف لإما نيجاتف هتحط قبليه كده هنا بوستف نيجاتف لو انت بتلف لو انت بتلف هتطبق ال right hand rule هتطبق معاك ال right hand rule لو انت بتلف في anti-cruc mois يبقى داخد بوست في F في دي في اتجاه ال K لو انت بتلف كروكيز يبقى نيجاتف F في دي في اتجاه ال K جميل طبعا لو كان لو كان بقى القبل بتاعي موجود في ال space لو كان القبل موجود في ال space ممكن برضه اجربيه بالطريقة ديت ان الممت بسوي F في دي وبعدين اطبق الاتة هندرور برضو. واحاول احاول المومنت ده من كمية لكمية فيكتور. انا عاد اجيب دلات البابتاع القبل بس ككمية ايه? ككمية فيكتور. فبقؤ ورساعتها لو انت شغال في شبكة شغال في يعني هي اللقني؟ هكتبها تاني. يعني شغال في比較 EY أنا أقeting ساعتها المومنت بتاع القبل هيسوي F D في لاين وينيت فيكتور. وايه هو لاين وينيت فيكتور? دوت بيبقى عمودي على كوف قابل. ده تريبا انتم اصلا ما خدوش في المحاضرة. عشان احنا يعني ايه? بس هو جي عليه مسألة السنة اللي فاتت. فانا هحاول برضو قبل هحاول قبل هحاول قبل هجيب لك المسألة بتاعة السنة اللي فاتت اللي هي بتاعة هيتوضح لك اكتر الجزء اللي انا بقوله ده. فانحنا ايه بس? يعني انا هحطل منكم النيل كنتي على الجنب كده شوية. ان انت لو انت هشغال في هجيب برضو بساوي بساوي بس هيتلب منك تحول ده من فاقول المومنت بتاع القبل هيتساوي FD في line unit vector. طب ايه هو line unit vector? هو line عمودي على البلين بتاعة القبل. هو line عمودي على البلين بتاعة القبل. وهفهمها لك كمان ايه? كمان شوية. يبقى اول طريقة هي طريقة ريخ ما شوية بس ممكن تبقى اسهر في حاجات انها بجيب المومنت FD. مومنت بتاعة القبل FFD. ويعني في اغلب المسائل في اغلب المسائل هيبقى كله في تو دي. في بس مطلوب منه تطبق بتعرف اللي هو بوست في KCAP ولا نيكت في KCAP. الطريقة التانية اللي هي اسهل بكتير ان انا اجيب المومنت بتاع القبل بR cross F. يبقى اخد بالك R cross F برضو. احنا كده خلناها للمرة التالة. مرة خلناها R cross F هنا بجيب المومنت تحوالين line. ومرة خلناها R cross F. انا برضو بحاول ايه? اربط لك اللي خلناها قبل كده. خلناها برضو قبل كده هنا. R cross F. مومنت تحوالين نقطة. فانا عايزك ما تتقبطش في الكوانين. نفس الكوانين بطبقها زي ما هي تاني بالزبط. المهم المومنت بتاع القبل بجيبه ازاي R cross F. انا لو عندي ادي اكس واي زت. تلات محاول وهمة. وعندي فيه فورس زيادة في الاسباس بقى. فيه فورس في الاسباس. عندي فورس F1 بتسوي F. اتجاهها تحت. وفورس F2 بتسوي منس F اتجاهها لفوق. دولة فورسز اه اد بعض في المقدار. عكس بعض في الاتجاه. اه نقطة يبقى يعمله قبل. فبطبق ان مومنت بتاع القبل هيسوي R cross F. مومنت بتاع القبل بيسوي R cross F. هكتب لك كده هوت المومنت. بيسوي R cross F. طب R cross F دي طبقها ازاي دي الوقت بقى. طبقها ازاي. دي اهم حتة في في الرسمة دي. انا هافترض معاك مسلا ان F واحد دي هتمر ب نقطة اسمها A. و F اتنين هتمر بنقطة اسمها B. وفي نقطة اسمها C في مكان بيعيد خالص عن عن التو فورسز دول. دي كلها مجرد بوينس عندك تقدر تحسبها عادي. فالمومنت قدر اجيبه. قدر اجيبها المومنت كفيكتر. هتبقى لك كفيكتر. حاضر انت ايه? يبقى المومنت بتاع القبل ده. كفيكتر هيسوي R cross F. اول طريقة ممكن اقول A B. اطلع R من A لل B. يبقى اسمه A B. B هنا عند مين? عند F طول. يبقى A B cross F طول. دي اول طريقة. يبقى ال R بتاعي هنا بقى اسمه A B. A B يعني انت وقفت عند ال B او انت انتهيت عند ال B. انا نطلع R من A رايح لل B. عند ال B في مين? في F طول. يبقى A B cross F طول. التلاتة تانية هاعكس هطلع R فيكتر. هطلع R فيكتر اعكسه. من ال B رايح لل A او. هطلع R فيكتر من ال B رايح لل A. فهقول B A. B A انت وقفت في الاخر او انتهيت عند مين? انتهيت عند ال A. انتهيت عند ال A مع فرصة من F1. يبقى ممكن B A cross F1. برضو صح. دي كلها طرق بجيب بيها المومنت بتاع القابل. اخر طريقة بس تعمل نقطة اسمها C. مش على F1 ومش على F2. فبقول لك C A cross F1. C A cross F1 plus C B cross F2. دولة تلاتة طرق اهم. تلاتة طرق تجيب بيها المومنت بتاع القابل في ال space. اه سهل الكلام ده. احنا كده اخذنا كم طريقة? اخذنا طريقتين. لاما اجيب مومنت بتاع القابل لاما F في D. وقلت لك ازاي بحكد بحاوله الفيكتر. اللي اما على طول اجيبه R cross F. انت ممكن تشتغل بداية عادي. في ال 2D او 3D تشتغل بداية عادي. وممكن دي برضو تشتغل بها في ال 2D او 3D. برضو عادي. دي مجرد طرق بجيب بها المومنت. انت اللي تختاره. يا حياتي الجاعة انت. زي مع ايه? زي كده مع ايه? زي كده مع متعة اللي فات. ممكن دي المومنت بتاع مومنت بتاع فورسة حوالي النقطة بكم طريقة? تلات طرق. نفس الكلام. عندك طريقتين اهمت اجيب بهم متعة بتاع القابل. اخترت ايه تعجبك واحل بيها. وانا هقول لك برضو ممكن ايه? دلوقتي نحل ازاي? ده كده بسرعة كده القوانين بشارعة ملخص. نبدأ نحل بقى. هاخد اول. ايه يا شبهان ده ما خليهم في الاخر? اسئلة يا جماعة ده انا بشرح بالله. ده انا محلتش حاجة. ده الشرح بتاع المحاضر. مين طيب عندهش ايه طيب? هاخد سؤالين كده. انا كنت رفعين طيبة عشان حاجة في الالم اس. يعني يعني نزلوها دلوقتي. لأ حاجة في الامس بعدين بقى جماعة. احنا احنا بس ايه. انا كنت رفعين اديهم فبقلهم لو ناسيين يعني كنت رفعين من الاول نزلو يعني خلي الايات دي المرفوع دي للاسئلة بس. بس انا انا مش عايز حاجة تعطينو دلوقتي عن السيكشن. اي اي ايه بعدين. ايه في سؤالين. او او ايه بعدين. اخلص معكم السيكشن الاول وبعدين هقعد معكم لحد اي حاجة. بس نركز في السيكشن الاول بس. في سؤال واحد. ابراهيم. افتح له الا اخليه في الاخر. ماشي اعملو اميوت. اوكي. اه كده عملت له. فين يا براهيم. اه اه اقول. لو انا عندي سؤال عايزة ابعته حرك عشان مش عارف اجابته ولا عارف حلو. عبعته ازاي. احنا قلنا ما انا عامل اهو لما اعمل حاجة اسمها تتولي الكويتش. ايه. تكتب السؤال بتاعك هنا. اهوت. وتعمل لي بس. الناس كلها هتشوف اسئلتك بقى. في زمانك هما دمست زمانك قبليكم سألينو. زمانك قبليكم زمانك قبليكم زمانك قبليكم زمانك زمانك قبلينا. انا في حاجات بل حارد عليها. وفي حاجات لسه ايه اه ارد عليها بعد كده ايه. اي حد عنده سؤال يخش على التسلم ويكتب سؤاله هنا ويه ايه. لكن محدش يسألني برايفت. انا جماعة مش برود برايفت. يعني يسألني سؤال هنا كده بص باقي زمانك بيسأل اهم عادي. اسأل زيهم عادي. ماشي تمام. طب ينفع سلسؤال تاني? ايه انت فعول. اول سألة هتجي في كويتز ازاي هتجي على شكل مسألة وبعد كده ناتج ولا ولا ايه? اولا بنسبة بلا يبقى امسك يو. زي ما وردت لك كده. انا هيجيب لك مسألة وتحتيها كده سؤال. سؤال واحد اول اتنين سؤال تاد سؤال البعض زي ما وردتك في الكويتز ده. طب تمام تمام. لو مسألة هل لازم استخدم ورق وقلم من بره? ماشي ما انت انت كده وانت فعلت الكويتز معك كالكوليتر معك الم معك ورق احل كل حاجة وفي الاخر اختار الحل الصح. ماشي تمام. اصلاح لك قلت لازم تفتح معك عشان لو بس في اي حتة تانية انا اعتبرك بتغيش. تفتح الكاميرا ايوة يعني الكاميرا توريني انت بتعمل ايه? يعني انت مسأل قاعد على مكتب مسأل على مكتب. افتح لي اللاب وفتح لي الكاميرا توريني انت قاعد بتعمل ايه? بتحله قدامي. تمام. حاجة تبيني انت ما بتغيشش من جنبك بس كده. ماشي. طب اي جماعة كده يا جماعة اللي عنده اسئلة بخصوص الكويتز خلاها في الاخر لو سمعت. عشان بس اخلص الاول. انا ابدأت هيفتح الاسئلة بس اللي عنده شئة في السكشن. تمام شكرا. اه مسألة فندامينتر 17 ديت هبدأ بي حشان خاطر وقت السكشن بس. اهيت مسألة عندي كده عندي كيوبك مكعب يعني او كيوبويت. اه مديني كل الابعاد ارتفاع اتنين عرض ثلاثة طور اربعة وفيه فورس اسمها اف بتقصر في نقطة نقطة سي وقال ان الاف بتسوي 50i minus 40j minus 20k. هو عايز ايه? قال لدي تحطد المومنت بتاع الفورس about the ab axis. يبقى كده عايز المومنت حوالين line. اللاين ده اسمه ab. يبقى مومنت حوالين line ab. جيب على كده قال لك سيبريس يعني عبر عن الريزارت. يعني يعني بعد كده طالب منك ان المومنت حوالين اللاين ab لما تجيبه هتجيبه اكده الاول بكمية سكيرة. هو قال لك لأ. بعد كده حاولهولي الكمية. جميل. انا زي اي مسألة عادية في اللي ببدأ ارس عندي النقط بتاعتي. عندي كم نقطة? عندي اي وبي وسي. طبعا عندك كله خاص انتم ايه? بتحفظ حلال واحدكم. نقطة سي مسلا هتبقى اربعة في الاكس. اربعة في الاكس. واتنين في الكي. نقطة ايه على محور اكس يبقى اربعة في الاكس يبقى اصفار. نقطة بي على محور واي. يبقى ثلاثة في الواي والباقي اصفار. كده حددت البوينت لنا ايه? هشتغل عليها. هو عايز المومنت تحويلين line ab. هيساوي المومنت تحويلين اي نقطة او اي نقطة على line ab معمول لها dot ab unit vic. فركز معاه بقى. انا ممكن اجيب المومنت دلوقتي ازاي? ده كده ممكن اقول انه هو equal. اروت. احنا بقول لك اخد اي نقطة على line ab. line ab دوت هو line متوصل من a لل b. انا ممكن اجيب المومنت تحويلين اي نقطة على line. فانا مثلا ممكن حد يقول لي انا ممكن اجيب المومنت تحويلين النقطة اسمها a. ماشي. يبقى انت كده اجيب المومنت تحويلين النقطة اسمها a. بتعمل لها dot ab. دي طريقة. الطريقة التانية انه ممكن اقول بدل ما استخدم النقطة a. بدل ما استخدم النقطة a. هستخدم النقطة b. يبقى بتاع الفورصة حوالين النقطة b. dot ab unit vector تطلع برضو نفس الحال. يعني اي نقطة او قيل لك any point على line a b. تشتغل على a برضو صح. تشتغل على b برضو صح. الحقيقة ان الكلام دوت هتتعمله ازاي? هتعمله عن طريق ماتريكس فور. هبدأ معاك اهود بقى. ادي الpoint اللي احنا جبناها. اول حاجة ابته هي line unit vector. هو عايز المومنت تحويلين مين? عايز المومنت تحويلين ال a b. عايز المومنت تحويلين a b. فلازم اجيب a b unit vector. يبقى a b unit vector. هيسوي a b vector a b كماجنيتود. هتروح بين رأس a. يطلع في الاخر ده كده هو a b unit vector. جميل. حاجة بعد كده اقول المومنت تحويلين line a b هيسوي المومنت تحويلين point a dot the a b. مومنت تحويلين the a. مومنت بتاع الفورس f حوالين the a. يبقى r cross f. r cross f هو a. r هو خارج من a راح للc. عشان هتجيب المومنت تحويلين the a. مومنت تحويلين the a هيبقى ac ac cross f dot the a b. الكلام ده كله هعمله ازاي. زي ما قلت لك هكون matrix كده. هكون matrix. اول رو هنا هيبقى line unit vector. minus o point eight. اهيت. o point six. والزيرو. تاني رو هو مين? هو ال r بتاعتي. ال r اللي هي مين? اللي هي ac. هتبقى c nice ال a. يبقى full minus four ب zero. zero minus zero ب zero. two minus zero ب two. اللي هو ال r اللي هو ac. اخر حاجة هو ال f. uh fifty و minus forty و twenty. كده كونت الماتريكس. نحلها عادي زي ما كنت بحلها قبل كده. وهتبق طبعا الصين rule. هنا في بوستف. هنا في بوستف مع اول كولوم. هنا في نيجاتف طبعا فوق. هنا في بوستف. بطبق الصين rule اللي انتو عارفينها. هحل الماتريكس اللي يطلع في الاخر ب minus four bound v. يبقى كده المومنت تحويلين a بي لاين. تبقى minus four bound v. هو عايز نبقى كده حويلها الى ايه? حويلها الى اوكسي بلس ازا كارتيزيان فيكتور. يعني هتحويلها الفيكتور. فحاجة همسك ال minus 4 ديت. هتربحها تاني تاني. بضربة عادي في ال a b unit vector تاني. هيبقى minus 4. مضروبة في. اوكسي. اوكسي وزيرو. كده عملت ايه? كده حولت الموينة ساربعة. من كمية سكيلر حولتها لكمية فيكتور. يبقى احنا كده جبنا حاجتين. جبنا المومنت about the line. مرة ككمية سكيلر. ومرة ككمية فيكتور. هنا كده بقولك or حل تاني. ممكن بدلا ما استخدم المومنت تحويلين نقطة. اسمها ايه? هستخدم المومنت تحويلين نقطة اسمها بي. برضو صح. ليه برضو صح? اوشنا قلت لك انا عايز المومنت تحويلين اي نقطة على ال line. اي نقطة على ال line a b. كده صح وكده صح. المسألة اللي بعدها. ممكن ايه? مسألة دي تاني اللي فاتت. تاني كلها. تاني كلها ازاي يعني? السلاد الفات بس. ايوة ما هي? هي دي يعني? او او معالش يعني مش ما فيمتش فيها عادي. ايه اللي انت ما فيمتغوش? الماتريكس اللي تعتقى. ديت? الماتريكس ديت يعني? ايوة. ما انا قلت انا قلت بحط هنا اول اول صفحة بحطه هو ال line unit vector. اللي هو منس O.8 و O.6 و 0. ده اول صفحة احوة. ال unit vector. التاني صفحة هو ال R. اللي هو AC. ال R ده اللي هو R cross F اللي هو AC cross F. بحط AC تحته. الصف التاني اللي هو AC. اللي هو C minus A. اخر صفحة هو الفرس F. بحطها هي. كونت كده متريكس. ابدأ حلها بقى. عندك مش فائزة متريكس? او سهلة? او سهلة? او سهلة. بس كده. هو الفكرة احنا سيكشن الفات خدنا الماتريكس دي سيكشن الفات. بس سور سيكشن الفات كنت بقول لك I و J و K لو تفتكر. سيكشن الفات كنت بقول لك I و J و K. هنا بس الدفنة زيادة هنا. ان انا فوق. بدل ما كنت بحطه I و J و K. بقيت بحط AB unit vector. ده الفر. المسألة بعدها نفس الكلام. انا عندي باي مصورة. اهيت. بيقول لدي ترمين حدد the moment of the force F. حدد المومنت بتاع الفورس F. حوالين about an axis extending between. ممتد ما بين النقطة A و C. انا حدد المومنت بتاع الفورس F. حوالين line. اسمه A C. وبعدين بيقول لك. نفس الكلام عندي كنقطة. عندي نقطة اسمها A و B و C. هبتأكتبهم كده كنقط. ال A طبعا هي origin point. 3 صفار. ال B. هقف عند ال A. همشي اربعة لتحت اربعة مع البوستف X. بعد كده همشي يمين اتنين. سوري. تلاتة مع ال W. كده وصلت لل C. يبقى السي اربعة وتلاتة وزيرو. سلت لحد هنا. هنزل تحت كمان. هنزل تحت كمان اتنين. هنزل لتحت. وانا عندي Z بوستف لفوق. وانا نازل لتحت. يبقى نازل العكس الزد. يبقى منس اتنين. يبقى ال B جبتها هيت وال C جبتها. هو عايز المومنت تحت الفورس F حوالين line A C. نفس الكلام هبدأ اقول انا عايز line A C. هجيبه كيونت فيكتر. هو A C فيكتر على A C كمانيتيود. هطلح C نازل A. يطلع بالشكل ده. ده ال A C unit فيكتر. المومنت بتاع A C. المومنت تحت حوالين line A C. هيساوي المومنت تحت حوالين اي نقطة على اللاين. اللي هو اولتكم بوينت A. يبقى مومنت اباوت ال A. دوت ال A C unit فيكتر. مومنت اباوت ال A ده. اجيبه ازاي? هو R كروس F اهو. مومنت بتاع ال A هو R كروس F. انا عايز اجيب المومنت بتاع الفورس F. حوالين نقطة A. بقول هو R. R كروس F. R دوت خارج من ال A رايح لل B. R كروس F. يبقى المومنت بتاع A. هيبقى A B كروس F. هعمل لها دوت A C unit vector. دوت A C unit vector. كده جبت المومنت بتاع مين? بتاع اللاين A C. الكلام ده كله هكتبه في ماتريكس. اول صف هنا. ال A C unit vector. O point eight O point six zero. تاني صف هو مين? هو ال A B. اللي هو R. A B. يبقى حطرح بين عاصر A. يبقى four three و minus two. واخر صف هو الفورس من الدهالي. اربعة و اتولف و مينس three. اربعة و اتولف و مينس three. كده كوينت الماتريكس. هبدأ احسابها تطلع في الاخر fourteen point four. fourteen point four دي كمية سكيلر. هو نفس الكلام برضه. عايزني اجيبها كده كمية vector. همسك ال fourteen point four ديت. هضربها تاني في مين تاني. هضربها تاني ضربة عادي. في ال A C unit vector. ضربة عادي جدا. ماشي كده يا جماعة. اوه. هاخد الفورتين point four دي. هضربها تاني ضربة عادي في unit vector التاني. اللي هو O point eight O point six zero. تطلع معايا كده. كارتيزيان فيكتو. صعب الكلام ده? كلام سهل جدا. طبعا نفس الكلام اللي قلته قبل كده. بدأ لما كنت ممكن اشتغل على point A. كان ممكن واحد تاني اشتغل على point C. يبقى moment about line A C. هيساوي moment about C dot A C unit vector. طب المومنت about C هيساوي ايه? هيساوي C B cross F. طب دي ال R بتاعتي. يبقى هنا ال R كتسمها A B كتبتها في الصف التاني. هنا ال R بقت اسمها C B. هتحل كده او كده في الاخر هتطلع نفس الحل ده بالزبط. طبعا ناخد بالنا ان المومنت تحولين line A C كفكتور. يبقى ليه حاجة في ال X وحاجة في ال Y. فممكن يسألني لو X تبقى كام? يبقى moment تحولين A C مركبتها في ال X 11.5 اهيه. المومنت تحولين line A C مركبتها في ال Y 8.64. يبقى اخد بالك من هنا بس هنا كده ممكن في فكرة شوية في الامتحان. ممكن يسألك سؤال غير مباشر شوية. يقول لك انا عايز بتاع المومنت بتاع المومنت تحولين line A C بس عايز مركبته في اتجاه ال Y. يبقى فين في الحل ده? هتبقى ال 8.64 دي. او يقول لك عايز عايز المومنت تحولين line A C بس عايز مركبته في اتجاه ال X. تبقى مين? تبقى 11.5. فانت عشان خاطر تجيب ال 11.5 دي. او تجيب ال 8.64 اللي انا جبتها من المعادلة دي. لازم تمشي الخطوات من الاول كلها. لازم تمشي كل الخطوات من الاول كلها عشان خاطر تجيب الارقام دي. 11.5 مع ال X مع الاي يعني. و 8.64 اللي هي مع الاول. هاخد سؤال بس او سؤالين حد عنده اسئلة في اللي انا قلته. احنا هابدى بقى. ماشي. حد عنده اسئلة جميعا. في مصطفى شام. بس هنزل ايده خلاص. باش مهندس. اه اصمحت. هو بس ممكن هتبقى وانا بفك اللي هو المحدد ده بس عشان يعني بفكه ازاي لان انا كنت عربي اساسا مش عارف. يعني لما فكيته طولها مع اشعره سالبة مش موجابة. فمعليش ممكن حضرهك تقول بفوكه ازاي. ماشي. ماشي. نحل ده مسلا. اه. انا هفتح اول حاجة بوسط في او بوينت ويت. افتح او براكت كده. تمام. واحط ماينس او براكت سيكس. ماشي. تمام. او براكت جنبه. طبعا انا ليه خدت ماينس مع او بوينت سيكس. عشان ده اللي هي الاشعرات بتاعت المحدد. اش و بلاس زيرو. وهفتح براكت تاني. طبعا زيرو في حاجة بزيرو بس ايه? انت طبعا انت فاهم بس. او بوينت ادي. هدرب سيلي في مينس سي. يبقى مينس كام? او يبقى مينس نين. ايه. مينس تولف في مينس تو. فى مينس تولف في مينس تو. كده عندي مينس مينس و بقى انها بلاس توينتيفو. صعب الكلام ده? لا. واجه عن ال او بين سيكس هدرب ده في ده. اربعة في نيجتيف تولف. اربعة في نيجتيف سيلي. يعني نيجتيف تولف. مينس و مينس يبقى بلاس. اربعة في اتنين بكام? بتمانية. بس كده. طبعا دي زيرو في حاجة هتبقى كلها بزيرو. ايه هتبقى بزيرو. تماما يا بش مهندس. عالش يا بش مهندس لو انا اشتغلت الطريقة التانية اللي هي اي سي في اه سوري سي بي في الكروس الاف على طول. هحتاج بقى بعد كده يعني انا عامل الستاف ديل واحدها و وكتب فوق في الدترمننت اي جي كي وبعدين اللي يطلع اهم دربه في ال اي سي تاني? ولا دول يبقى في نفس الديترمننت ولا ايه? نفس الديترمننت بالضبط. انا انا بشتغل على الدترمننت واحدة بحطي فيها كل حاجة. سواء اشتغل ترتيب اي 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 سي بي اف وبعدين اي سي؟ لا أول روح هنا هو AC unit vector معروفة أول روح هنا هو AC unit vector او انا بتكلم بطريقة تانية اللي مكتوبة في اخر الثلاثر دي CB هنا CB بقى يحطها فين؟ يحطها في الروت تاني ما هو AB اصلا يتحط في الروت او يعني AB تحط فين سؤال AB تحط فين؟ في الروت تاني او او CB هنا يتحط فين؟ نفس الكلام في الروت التاني او والف في الروت التالت يعني احنا لو حلنا بالطريقة دي او بالطريقة دي هنكون نفس الماتريكس بالزبط اول رو هو AC unit vector اخر رو هو الفورس مين بس اللي اتغير؟ هنا كان فيه AB هنا بقت مين؟ CB يبقى اللي اتغير بس مين؟ الصف اللي في النص بس هو اللي اتغير اما في الحالتين في الحالتين AC تحط في اول صف والفورس ما لها في تالت صف بس؟ تمام شكرا يا بشمنتس المسألة اللي بعدها ايه ده؟ المسألة اللي بعدها بصر بقى ايه؟ احنا نجيبها كده اخوة هاخد ده ماشي يا جماعة؟ دي المسألة اللي بعدها هيت بسرعة كده كده دخلنا بقى في ايه؟ كده دخلنا في الكابلز بقى يا جماعة المسألة 75 بيقولي لو الفورس اف دي بمتين متين باونت حدد بكام القابل مومنت حدد بكام القابل مومنت زي ما اتعودنا كده انا ممكن اجيب القابل مومنت بخمس تلاف طريقة فاركز معا كده ركز معايا ايه؟ عايزين نحل المسألة دي ونكتب كل الشخصات دي تاني فاركز بقى معايا كده ايه انا اول طريقة اول طريقة بس عشان هجيب بها المومنت طيب خلينا كده مع بعض بس ايه ماشيين واحدة واحدة كده انا عندي في المتين فورس ديت الفورس اللي هي الفورس اللي هي المتين الفورس اللي هي بتسوي متين ايه باونت هتعمل قابل صح؟ هتعمل قابل ماشي يا جماعة؟ انا عندي فورس الفوق فورس تحت هما الاتنين يعملوا ايه؟ يعملوا قابل ماشي هسميوه وعندي الفورس التانية اللي هي المية وخمسين اللي هي المية وخمسين نهاية هتعمل قابل هسميه قابل طول قابل طول يبقى المتين الفورس اف متين مع المتين هيعملوا قابل والمية وخمسين مع مية وخمسين هعملوا قابل كده عندي كام قابل كده عندي تو قابل ماشي؟ المطلوب مننا نحسب قابل وان ونحسب قابل تو وهاجب على كده هقولك ان الريزارت انت قابل القابل المحصلة يعني هيساوي قابل وان مين؟ ماشي يا جماعة كده كلام ايه؟ كلام سهل جدا اه تعال بقسا احسب بقى هنحسب قابل وان ده بكام بثلاث طرق وانت مع كده اختاري اللي يعجبك حل بيه انا بديك طرق بس في السكشن مش بجبلك على حاجات حل بيها معانا بديك طرق وانت حل براحتك انا هحسب قابل وان بكام بثلاث طرق تعالوا نشوف كده مثلا اول طريقة اسمها ايه مثلا اول طريقة ان القابل المومنت بتاع قابل وان هيساوي الاف في الدي بكامل اف بامتاد في الدي لابقى مشكلة كلها اتجيب كده انا عارف ايه هي الدي الدي هي مسافة عمودية على الطوفورس الدي مسافة عمودية على الطوفورس فانيه كده هنا كده على الرسمة بتاعتي نحاول نشوف فين الدي ام انا بس هاخد بس هنا كده حاجة هاخد هنا حاجة هاخد السي بوينت دي هاخد البوينت سي ديت واخد البوينت دي كمان هاخد سي بوينت دي كمان ماشي سي ودي ماشي حطي هنا بص يا جماعة كده هنسمي البوينت دي اسمها سي مسلا هنسمي البوينت دي اسمها سي شايفينها وهسمي وهسمي البوينت دي دي مجرد مسميات يعني مسميات وهسأل السؤال الدي بتاعك ده بيساوي سي دي ولا يعني لو جيت نقرب دي كده شوية من الرسم هنا يعني انا لو جيت وصلت خط مسلا وصلت خط من السي رايح للدي وصلت خط كده من السي اهو رايح للدي هل السي دي دوت هو دي بتاعي ولا لا الحياة عشان خاطر اجواب على السؤال دوت اجواب على السؤال ده لازم اسأل نفسي سؤال الخط سي دي دوت عمودي على الفرس دي ودي ولا لو سي دي دوت عمودي على التو فرسز يبقى هو دي اللي انا عايزه يبقى هو دي سمول اللي انا عايزه لو السي دي ده مش عمودي عطوه يبقى مش هو ايه يدي اللي انا عايزه. عشان اعرف عمودي او لا اقه هطلب منك طبعا ان احنا ايه نمسك كل فورس دي متدهر تحت شوية. فهمسك الفورس دي همتدهر تحت شوية. وههمسك الفورس دي همتدهر فوق كده شوية. همدي الفورس بس للشوية. ماشي كده? جميل. وهعمل زوم كده معك على المسألة دي. تعال نركز في الحتة دي بس. سي بي تلو كام? تلو اتنين. بي دي تلو كام? تلو اتنين. يعني ده مسلس ايه? يعني فيه الطبع. دي كام? دي تسعين. طب لما تكون دي تسعين. الانجل دي كام? هتبقى بفورتي فايف. ماشي يا جماعة. هصغر بس الخط شوية. اهو دي كده بفورتي فايف اهي. دي كده انجل فورتي فايف. ونفس الكلام دي برضو انجل فورتي فايف. ماشي. يبقى انا كده عرفت ان دي فورتي فايف ودي فورتي فايف. جميل. طب انا عايز الانجل دي بكام? انا عايز انا عايز الانجل دي كده بكام? واحدة يقول لي ما انت عندك الانجل او اربعة وتلاتة وخمس. يبقى الانجل دي بكام? تان مينس وان? او تان اربعة على تلاتة. تطلع بكام ديت? اخدها من هنا. نوديها النحية بتاني. اهو. جميل كده جماعة? جميل. يبقى انا كده? دي ودي فورتي فايف ودي ففت سري بوينت وان. يبقى دي دوت عمودي على فورس اف ولا ا? اكيد طبعا مش عمودي يعني. احنا 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 عندنا دي فورتي فايف ودي ففت سري يعني مجموحهم ما عدي كام? مجموحهم بتتكلم في تمانية وتسعين. تمانية وتسعين. يبقى دوت مش عمودي على الفورس. يبقى ان انت انك تقول لي ان دي بتسوي دي ده كلام غلط خلاص اهو. ده كلام غلط. فيجي السؤال هنا. طب ادي دي بقى ما كانوا فين بقى? ادي ده اللي انت عايزه. ما كانوا فين دلوقتي. حاجة اقول لك خلاص. تعال كده. نعمل زوم تاني. اهوت. وهعمل خط كده تاني. تاني اهوت. يعني اخلي بقى عمودي على الفورس دي. وعمودي على الفورس دي. واقول لك ده دي بتاعي. واقول لك هو ده دي اللي انا عايزه. اهو. ده دي اللي هو عمودي على الماشي. طب دي ده تعرف تجيبهولي? اقول لك اه اعرف اجيبهولك. اجيبولك ازاي? لما يكون ده تولو اتنين. وده والبي دي تولو اتنين. يبقى دي ده تولو كام? يبقى دي ده تولو اتنين. اتنين روت. روت اتنين صح? ده كده تول مين? ده كده تول السي دي نفسه. اهوت. يبقى ده نفسه اهوت. السي دي ده نفسه طولو طولو طولو. طب الانجل دي بقى بكام? يجي السعار. انا عدت زوم كمان كده. وطلعت افوق كده شوية. الانجل دي دي بكام? لما تكون دي وتكون دي ففتي سري بوينت وان. يبقى موحهم كام? بتكرم في نينتي ايت بوينت وان. نينتي ايت بوينت وان. هترحى من كام? ده كله واحد. يبقى هترحى من وان ايتي. يبقى انا كده عايز اقول ان الانجل اللي هنا. الانجل اللي هنا هتساوي ايه? هتساوي. الانجل دي. الصغيرة دي هتساوي كام? هتساوي ايتي اون ايتي. ماينس نينتي ايت بوينت وان. تطلع ايتي وان بوينت ونين. ايتي وان بوينت ونين. اهيه. يبقى الانجل دي كده ب ايتي وان. الانجل دي جماعة ب ايتي وان بوينت ونين. يبقى روت تو. تو سكوير روت تو روت تو يعني اهوت مدروبها في ساين كام? قولنا كام? ايتي وان بوينت ونين. كده جبت الدي. يبقى هقول ان المومنت حاولينا القابل واحد هيساوي الفورس اللي هي امتين. في تو روت تو. بالك هنا كده بلاش سكوير روت دية. ايه. تو روت تو في ساين ايتي وان بوينت ونين دات دي. دي اول طريقة. دي اول طريقة. اول طريقة سهلة. وبصورة على طول بس دخلنا بقى في تريانجل وعبنا نحسب حسابات. ايه. انا بيه عملت اول طريقة. عملت اول طريقة عشان خاطر في منكم ناس في الامتحان بتدخل تفتي. يعني تفتي من من نفسها كده. ان دي ده هو السي دي. الجماعة محدش يفرد حاجة من عنده. بلاش الفاتي يعني احنا. انا ما عرفش. انا ما عرفش السي ده. انا لازم اشوف بنفسي. اتاكد من نفسي. السي دي دوت عامل مع تو فورس ولا? بتفرد مش هو. ما تفردش حاجة مش 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 موجودة. ما تفردش حاجة مش موجودة. ما تفتيش في الامتحان يعني. ما تفتيش. من الاخر يعني. المهم جبنة دي جبنة دي خلاص. الطريقة التانية بقى. الطريقة تانية هبسميها باي لزيليوشن. وهي اسهل طريقة تعتبر. يعني باي لزيليوشن. هاجي هنا كده. على كل فرصة من دولت. وهمسك كل فرصة هعمل لها لزيليوشن. فهاجي اعمل ايه? بصوا يعني ايه اختصان للوقت. اختصان للوقت. هاجي. هستعين بالرسمة ديت. بصوا جماعة اهو اهو. همسك الفورس اف ديت. همسك الفورس اف دي. وهمل لها واحدة يمين. واحدة لتحت. طبعا دهات الانجل هو اربعة ودهاتها وخمسة. تبقى دي سي اوفر فايف اف. ودي فور اوفر فايف اف. وهمسك الفورس اف دي. لا. هعمل لها برضه وحدة فوق.结itä. واحدة اف وحدة شمال. وهاجي اقول لك بقى. بای لزيليوشن. بايتحول عندي دي هتو قبل. اول قبل بتاع سيفر فايف اف. سيفر فايف اف في مين. مع سيفر فايف اف في شمال. ده كده يعملوا اول قبل. وتاني قبل بتاع مين? بتاع فور فايف. فور فايف لفوق. فور فايف لتحت. يعملوا تو قبل. يبقى كده القبل بتاعي. القبل بتاعي. اول قبل بتاع الفرس اللي هي امتين. اتحول لكم قبل? دلوقتي اتحول لتو قبل. قبل بتاع اول مركبة اللي هي وقبل بتاع تاني مركبة. بس هنا بقى بقى سهل جدا بقى. ليه بقى سهل جدا? ديت? يعني في امتين. يمين. واحدة شمال بينهم مسافة كام? مسافة اتنين. يبقى سري اوفر فايف في اتنين. اف في دي على طول. يعني دي برضو مومن بتاع القبل برضو بيساوي اف في دي بقى. بكمل اف هنا سري اوفر فايف في اتنين. وبكمل دي باتنين. سهل او ايدي باتنين. وده بيلف ازاي? بيلف انتي. يبقى بوستف مع الكي كان. القبل التاني او القبل بتاع المركبة التانية. لتحت. لفوق. بينهم مسافة كام اتنين. يبقى الربعة على خمسة في متين في اتنين. وده بيلف ازاي? اضربها في اتنين كي كي. يبقى في الاخر بتاع القابل بتاع الفرصة هيساوي في متين في اتنين مع الكي بلاس في متين مع الاتنين مع الكي بر. كده جبت بتاع القابل بتاع اول فرصة اللي هي زليمتين. عملت ايه؟ عملت اتنين او التحليل سهل لي او ارة ديه. لو خدت ادف حالتين بكم. ادي اتنين وادي اتنين. سهل او ا thing. ده الطريقة التانية. طيب الطريقة التالتة الطريقة التالتة. الطريقة التالتة ممكن اجيب المومنت بتاع القابل. هستعمل انهي بقى انهي حاجة. هستعمل الطريقة دي. فاكي انت ح blessings. قالت لك نقطة من ايه وديها للبي يبقى اي بي كروس اف واحد او اف اتنين. طيب لو خدت بي ايه? لو خدت بي ايه? كروس اف واحد. طيب لو خدывают isso maisia? بSheb cities b2. دي كده هتبقها في الوعي. اهو. انا مسمي الفرصة اف ديت. الفرصة المنس اف دي بتأصل عندي السيد. والفرصة اف دي بتأصل عندي الدي. انا هقول المومنت بتاع القبل ار كروس اف. وهاخد عند البوينت ايه هي الارجل بوينت بتاعدي. هاخد الارجل بوينت عند الاي. يبقى عند الاي كده في اكس الامين وفيه واي اه لفوق. وهتبق المومنت شفيه الاركروس اف. لو اردت لو اردت سي دي. و افت فين هنا. و افت عن دي. يبقى هاخد الفرصة ما لها. اللي اه اتجاهها الفوق. يبقى时候 ايه اتجاهها الفوق. اهو. شايفين? انا عملك ساهمبوة. ايهو. شايفين الساهم ده? اهو. هاخد الفرصة اللي اه اتجاهها الفوق. الناقرافة عندها. انا قلت دي كروس الاف اللي اتجاه الرفوق. طب بكم السي وكم الدي? طب ما انت عارف بقى? لما تكون الايه دي ارجن بوينت. لما تكون الايه دي ارجن بوينت. يبقى السي بكام مسلا. طبعا كلام كله انت عارفه. زيرو في الاكس. السي نقطة فوق الاي. المسافة كام اربعة. يبقى اربعة في الوات. وكلهم زيرو في الكل. كلام انت ايه? انت عارفه قبل كده فمش محتاج ان اقوله لك بقى. طب البينت دي تقعف تجيبها. تقعف تجيبها. ما انت خدت قولش الابينت عند الايه خلاص بقى? فانت تطلع فوق شوف كام اتنين 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 واتنين واتنين واتنين. احسب الابينت تقعف تحسبها. يبقى دي في الفوق دي اول طريقة. طب التلات التانية هقول دي سي. دي سي انت وقفت عند السي هاخد الى عند السي اللي هي الاف بس اتجاهها ازاي? اتجاهها تحت. يبقى اخد الدي سي كروس اف بس اقاني فولس اللي هي اتجاهها لتحت. طب التريقة التالتة اختار ولا هي السي ولا هي الدي. اخد ال ايه مسر. اقول ايه? ايه سي كروس مين? كروس اف. لو قلت ايه سي كروس اف. يبقى ايه اف اللي هي اتجاهها لتحت او اتجاهها لتحت او. كده الفرصة التانية فين عند الدي. يبقى ايه دي كروس اف. ايه اف اللي هي اتجاهها لفوق او. بس كده. يبقى اننا حاجبناها بكم طريقة? ايه. هدي التانية الاولى التانية التالتة. ده لو خدت مومنت ار كروس اف. طيب انت الف دي تحس اجيبها. اه اه انا رفاجبها او. انت لو عايز الف دية مثلا. الف دي. لو عايز اكتبها كافيكتور. هكتبها ازاي? سيلي اوفر فيفف الف معالاوى. وسينوس فرا اوفر فيففف ف مع مين? مع الجي. وبكمة مع الكي بزيب. طيب الفورس اي. لو عايز اكتبها كافيكتور. ماينس مع الاي بوسط فور اوبر فايف مع الجي وبكام في الكي زيرو في الكي يبقى كده انا حذك لك بمسألة اول قبل بكم طريقة بثلاث طرق او انت حل بدي اعجابك بس خليني اقول لك يعني خليني اقول لك بصراحة ان انت هتلاقي ان اكتر طريقين هتستخدمهم هي التانية والتارتي الاولى دي هتبقى يعني ايه بعيدة اوى اصدقوا دي اسهل طريقة فاحنا كده في الامتحان مش هنجيب لك اسهل طريقة اكيد يعني فهو تقريبا انت هتستخدمه كتير قوي هو الامة التانية الامة التالت هتعمل لكل او هتعمل او هتعمل عندك طرق كتيرة اجيب بها المنت بتاع المتين ونفس اللي انا طبقته هنا اروح هتطبقه مع مين تاني مع المية وخمسين مع المية وخمسين اجيبها بكم طريقة بطرق كتير جدا برضو المهم اختل اللي يعجبك يعني وهتلاقي في الاخر ان انا حلته لك في الاخر هيت حين برضو كنت باجيب الممين بتاع المية وخمسين نفس الكلام اعملت هنا هو هورتها لتو كومبوننت مية وخمسين كوزين تلاتين ومية وخمسين كوزين تلاتين وبيلفه ازاي بينهم مسافة كام اربعة يبقى ماينوس مية وخمسين كوزين تلاتين فاربعة في اتجاه الكي كاب هاخدوا كومبوننت التانية مية وخمسين سين تلاتين لفوق اهيت مية وخمسين سين تلاتين لتحت بينهم مسافة اربعة ده بيلف ازاي كله كويز يبقى ماينوس مية وخمسين سين تلاتين فاربعة في اتجاه الكي كاب كده انت جمعت خلاص او القبل بتاع بتاع الفورس المية وخمسين اجمعهم بقى على بعض في الاخر. يعني حلهم بقى يعني انا هنا حللهم بالليزيليوشن. حلهم باي تلاتي اعجابك. عاينا هنا جبت اول قبل بتاع مية وخمسين في مية وخمسين سين ومية وخمسين سين. وجبت القبل بتاع برضو بالرساليوشن. ايه تلعى في مينس ١٨٩ بصدف ٥٦. تلعى في الاخر مينس ٢٥٩. ده اللي هو رسالة انتقاب. ايه هاخد سؤال مسلا حد عنده سؤال هاخد سؤالين. في في ثلاثة عنده مسلا. طب. وانتو لم يشتفين لكم معي. ماشي. شوف اللي بعضه. ايه بش ما عندي سؤالك سماني. ايه سمعك. ايه انا عندي سؤال بس مش المسالة دي ولا اللي عبليها يعني. ما اتطرحيته في سيكشن ده. طبعي انت افن ده وعته يعني. انت افن ده وعته. يعني في الاخر سيكشن ولا ايه. ايه في الاخر سيكشن. ايه. 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 ايه اللي بعضيه جماعة. حمد عبد الحالة. لو سمحت بتوشون دي سوى ممكن. في المسألة اللي هي دي. بعد ما اعمل رسوليوشن. اجيب المومنت اعرون مسا بي. وتبقى دي مسال ده. ما انا كتابها هو. كتابها يعني. هقولها كلان خمس دائب بالظبط. انا فيه كذا كلام كتبه هوت. هقوله كلان خمس دائب. بس ايه يعني سيبه دلوقت. ينفى اه ينفى. ينفى. هقوله دلوقتي الحالة. السؤال من طب السؤال البعدي طريب. فعال تاني. اعمر حاتم. ايه سؤال. نعم. اخر حتة خالص. بيا فين ايه? او كذب المومنت بتاعت فورس كبيرة في مش حكتم مع بعض ايه في اللاين اللي بينهم صح? الكروس يعني. ار كروس اف? اه. انت اضح. ما ايه? فين السؤال بقى? ايه السؤال? بقى هدايك عملت ايه في سي و ايه في دي. ممكن اعملوا باللاين اللي بينهم. ما هي البيينت ايه دي مش واقع على اول فورس ولا واقع على تانية فورس. البيينت ايه دي ايه النقطة في المفعي مكان يعني. بقى اخد اول اي سي مع اول فورس و ايه دي مع الفورس التانية واجموح منا بقى. بكون تو متليكس واجموح منا بقى. عشان البيينت ايه مش واقع على اي فورس. ماشي. اه ماشي. اول حتة كنت احجلها للمسألة اللي بعدها. بس نقومها دلوقتي. بس نقومها دلوقتي. بس. لا خلاص كفاية كنت. اه. اه. احجل مسألتين وهسمع مسألة تانية. الفكرة بس يا جماعة ان هنا. اه. المومنت احنا جدنا ده اصلا ده مومنت بتاع قابل فيكتور. في كده معلومة بتقولك ان المومنت. معلومة ان تخطوها في المحاضرة اكيد. المومنت بتاع القابل. عبارة عن حاجة اسمها. فيري فيكتور. متجة حر. يعني ايه متجة حر. يعني. يعني متجة مش بيتأصل بالنقطة. يعني ايه برضه مش بيأصل بالنقطة. يعني دلوقتي. لو جد كده زي ما ازميركم ايه. انا ممكن اجيب المومنت بتاع الكلام ده كله. المومنت بتاع الفورس الكتير دي كلها. ممكن اغمض عيني خالص. وانسى ان هما قابل ازا اصلا. وهقول لك روحت للمومنت تحولين نقطة اسمها ايه مسلا. اه. عندي كان فورس واحد اتنين ثلاثة اربعة. اربعة فورس ازا هما. روح هات المومنت بتاع كل فورس حوالين بوينت اي. وجمحهم عربعة. هيطرح في الآخر. ايس او طيب روح هات بتاع الفورس دي كلها حوالين بوينت بي. عندي كان فورس واحد اتنين اتنين اثار بيع. جيب كل بتاع كل فورس حوالين بي. هيطرح في الاخر برضو طب حاولين ايه? لو خدت اي نقطة اي نقطة هنا وجبت المومن تحويلين كلها عندها هيطلع وليه رقم ثابت؟ فمن خاطر كلهم بيعملوا كابل السيسم كله كابل السيسم كله كابل فلو خدت المومن تحويلين اي نقطة هيطلع هو هو. الكلام ده احنا عملنا بس انت ميخدش بالك منه. الكلام ده عملنا هنا هو. لما انا عقل Becky 할 момент بتاع الفرس باسمعہ F. C D Cross F احاق انا باجيب body moment تحولين نوت اسمعها ايه ، اسمعها C. tab D C Cross F احاقت انا باجيب body moment تحولين نوت اسمعها دي. tab A C Growth F plus A D Cross F احاق انا باجيب body moment تحولين نوت اسمعها ايه. فهنا كده هوت لو انت لكست. انا بجيبي المومنت مرة حوالين C. مرة حوالين D. مرة حوالين A. وقلت لك كلهم زي بعض. ليه كلهم زي بعض? عشان في الاخر كلهم بيعملوا قبل. فالنقطة مش مأثرة. فده القبل. القبل يا جماعة. لو خدت المومنت حوالين اي نقطة. هيطلع في الاخر. عشان السيستم كله قبل. طب انا لو عايزة بوضعك القلدة دي. لو انا عايزة ابوضلك القلدة اللي انا قلتها دي. اعمل ايه؟ هعمل حاجة واحدة بس. هحطلك فورسة هنا كده. ايه ايه. فورس وحدة بس ايه. فورسة واحدة في اي مكان هتبوض القلدة دي. ليه هتبوز القلدة دي. عشان كده السيستم ما بقاش قبل السيستم كله مبقاش قبل. الفورسة دي لو مش موجودة. الاعتبالها مش موجودة بقى هنا في كان فورس اربعة فورس كل اتنين بيعملوا قبل فبقى كلهم قبل طب الفورس دي لو حطتها كده بقوا كان فورس بقوا خمسة في منهم اربعة بيعملوا قبل مع بعض طب الاخيرة دي بتعمل قبل ما بتعملش قبل يبقى السيستم كله كله عبا دي بقى بقى قبل وحدها ما بقاش كلهم قبل يبقى القاعدة بوزط خلاص يبقى القاعدة صحي امتى لما يكون السيستم كله مع بعضيه السيستم كله مع بعضيه لكن تحطي لي فورس كده لوحدها فورس كده لوحدها في اي مكان لوحدها كده مش معاها حد تاني كده السيستم مبقاش كله قبل يبقى القاعدة دي غير ده فكرة القاعدة دي برضو مسألة سهلة جدا نفس الكلام انا عندي فيه فورس متين هاية ومتين بيقول لي بقى فيه اترمن حدد الماجنيتود بتاع الفورس اف سو ذات زرزارة انتقابل فور هوندد ففتي كاونتر كروك وايز بقى قاعدة بيقول لي هوايه انتقابل مومنت اجل تب واحدة واحدة هنا بدي فورس متين ومتين متين يمين مع متين شمال يعملوا ايه يعملوا قبل تدري في مسافة كام وان بوينت فايف دي سهل لاجي الدنيا متين في وان بوينت فايف يعني تلتمية بتليف في انتقابل كده جبت المومنت بتاع اول قبل اللي هو المتين نخش عالتاني الفورس اف وفي فورس اف همسك كل فورس عملها دي اف في كزان سيرتي يمين اف في كزان سيرتي شمال اف في سان سيرتي الفوق اف في سان سيرتي التحت اف في كزان سيرتي مع اف في كزان سيرتي يعملوا قبل يدي المسافة كام هو اي اللي او او مسافة وان بوينت تو فايف يبقى اف في كزان سيرتي في وان بوينت تو فايف ادي اول قبل وده بيلف ازاي بيلف كاونتر كو كويس هل يعمله قبل? ما يعملوش قبل. عشان ما تحققش الثلاث شروط. اخر حاجة. الشرط التالت ما تحققش. ان هما. ايه شرط التالت بيقولك ان هما الاتنين? الشرط التالت بيقولك ان هما الاتنين ما يكونوش على نفس الخط. بس هنا هما الاتنين ما لهم. على نفس الخط. فف سين سيرتي مع اف ما يعملوش قبل. حتى لو انت نسيت الشرط. يعني انت حتى لو انت نسيت. انت لو جيت تضرب عايز مسافة عمودية. بين اللي تحت. وبين اللي فوق. بين المسافة عمودية بكم? بزيرو. يبقى في زيرو بزيرو. يبقى مش هيعمله قبل. المهم يعني ايا كان في الاخر اللي هيعمل قبل هو كوزان سيرتي بس. كده بقى عندي كم قبل? بقى عندي اتنين بقى. متين في وان بوينت فايف. وف كوزان سيرتي في وان بوينت تو فايف. بس الاف اصلا مش معاي. طيب هو بيقول لي فايند الاف. ان هو بيقول لي فايند الاف. قال لي فايند الاف. تمام? وقال لي ان الرزالة هنتقابل مومنت بكام? ربعمية وخمسين. يبقى لما مجمع المومنت بتاع اول قبل. اهو. هايله لك كده هنا اهو. لما مجمع المومنت بتاع قبل وان بلاس المومنت بتاع قبل تو. طبعا ده كله كميات فيكتور اكيد. بس ما بكتب بسرعة فاية ما بكتبهاش. ده اكور ربعمية وخمسين. خبه لك هو قال لي كاونتر كروكواز يعني 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 بوسطف ربعمية وخمسين في اتجاه الكي كا. اهو. بكم امي سي وان. متين في وان بوينت فايف بتلف انتي. يبقى بوسطف متين في وان بوينت فايف اهو. يبقى متين في وان بوينت فايف مع اتجاه الكي. ده اول واحد بلاس. بكم التاني? اف كوزين سيرتي. في كام اف كوزين سيرتي ديت? في وان بوينت تو فايف. في اتجاه الكي. بس دي بتلف ازاي? دي بتلف كلوك. بتلف كلوك. ولا بتلف انتي? بتلف انتي. يبقى بتبلاس برضو. ده كله كام? ده كله اكور فايف زيب. مع التجاه الكي. دي معادلة فيها كام امنون? واحد بس. اللي هو مين? اللي هو ال اف. تعرف طلع ال اف? عرف طلع ال اف في بكيه. صعب الكلام ده جميعا? سهل جدا. ايه المسألة دي? اه تمام. ماشي. ماشي لازمة دي. يبقى انا كده جبت ال اف في كام. اهو. طبقناها هوت ميتين في وان بوينت فايف. وف كوزين تلاتين في وان بوينت تو فايف. ده كله بسالة ومية وخمسين جبت ال اف في كام. بعدين بسألنا شؤال. بيقول لي هوا انتمي الآن فلان على البيم. دس. زل زر لانة قبلا موينت اكت. طبعنا انا اتفقنا ان الماله ان القبلا موينت اصل لعرفاته. فانا اقلت له كده هوت. زل زر لانة قبلا موينت از اف في فيكتور ان تكن اكت ات اني بوينت اون زبين. هنا كده بقى كنت هنا كده قد باشرح أحبت لسقيكم الرفاتو. بفرق له بان حاجتين. ان انا عندي الموينت بيسوي اف في دي. استعملته مرتين. مرة عشان اجيب المومنت بتاع فورس اباوت بوينت وبتلك FFD ومرة المومنت بتاع قابل بيساوي FFD. احنا استعملنا FFD كزا مرة قبل كده. بس الحقيقة في فرق كبير بين حاجته. المومنت بتاع قابل بيكون فيه فيكتور. بيأثر في اي نقطة. اما المومنت بتاع فورس حوالي النقطة بسميه حاجة اسمها فيكتور كونستريند باي بوينت. يعني ايه? يعني متجه مقيد بنقطة. يعني انت لو عندك مومنت. لو انت عندك فورس مسلا. انا هسألك سؤالة او. هالجي معك هنا او. الفورس F دي جماعة. اه. لو عايز اجيب المومنت بتاع الفورس F حوالي النقطة. المومنت بتاع فورس F حوالي النقطة. لو خدت المومنت بتاع فورس F حوالي الاي. اجيبه ازاي? ايه سي كروس الف. صح? جميل. لو عايز المومنت بتاع الفورس ديت حوالي البي. اجيبه ازاي? بي سي كروس الف. طب اطلع في الاخر. ينفع المومنت بتاع الفورس حوالي الاي. يطلع بيسوي المومنت بتاع فورس حوالي البي. اكيد ما ينفعش. ليه ما ينفعش? عشان انت غيرت النقطة. غيرتها من ايه لبي. غيرت النقطة يبقى المومنت يتغير. والدليل على كده. لو انت حتى جيبه. لو انت حتى غيرت النقطة من ايه لبي. وغيرتها لسي مسلا. المومنت بتاع الفورس F حوالي نسيب كام? بزيرو. ليه بزيرو? عشان الفورس ما لها بتمر بسي. فالمومنت بتاع فورس حوالي النقطة بيتأثر بالنقطة. او بيتغير مع تغير النقطة. فبيتغير من النقطة للتانية. هبسميه متجه مقيد بنقطة. فورس مومنت كونسترين دي باي ايه? او فيكتور كونسترين دي باي بوي. متجه مقيد بنقطة. انت بحكمل بس المسألة دي. بعد كده هاسمع قسائدكم كلها بقى. ولا بعضيها. ايه برضو المسألة ايه? مسألة ايتي سيكس وايتي سيبن؟ نفس الكلام عندي بيقول لك عندي بيب. يعني بيب رد وخلاص يعني. لو قال لك فورس اف ستة كيلو نيوتر. اف دي بكم? ستة كيلو نيوتر. حدد الهزارة انت قابل مومنت. حدد الهزارة انت قابل مومنت. هنا عندي كم قابل? عندي اتنين. اف مع اف يعملو قابل. وخمسة مع خمسة يعملو برضو ايه? قابل برضو. فانا ممكن اجيب المومنت بتاعهم ازاي? بالطرق دي صح? ممكن اجيب المومنت بالطرق دي. طب اول طريقة لو عايز اعمل على طول. لو عايز اعمل على طول. احنا كده مع بعض كده بسرعة. اهود. المومنت بيساوي. في دي على طول. ماشي. وانا عايز بتاع مين? انا عايز بتاعليه الاخمسة مسي. الخمسة. يبقى المومنت بيساوي. خمسة في دي. اجيب اسألك اقول لك دي فين? عشان نجيب دي. نجيب دي. نعمل ايه? هنمد الخطوط دي كده. نعبها هنمد. ونكون مسبسات. ونحسب زوغية. دي مد ده كده. ونمد ده كده لفوق شوية. ماشي? وعايز اجيب مسافة عمودية. مسافة عمودية على الطوفورس. فهاجي هنا كده مسلا من الحتة دي. هحسيب المسافة دي بكام. بصوا انا ادتها قبل كده للسكشن اللي قبليكم. اولتروم حد يحسيب لي دي دي بكام. واحسابوها فعلا. هي صحيحة تتحسب على فكرة. يعني انا اولتروم حد يارف يقول لي دي دي بكام. واحسابوها. حسابوها ازاي? انا اقول لك حسابوها ازاي? دي مسافة طولها ثلاثة. يعني من هنا هنا ثلاثة. تمام? فراحوا عملوا ايه? راحوا الاول بصوا على الصغير ده. شايفينه? بصوا. راحوا بصوا على الصغير ده. اهو. هم جوا من هنا كده عملوا الصغير. ولا فالفورس دي كده. والله ازاي منكم يعني اللي عملوا هو والله ازاي منكم مشانا. بصوا جوا هم كده ركزوا على الصغير ده. اهو. اللي بلسول ده. راحوا وقالولي ده كده عرضه كام? ده عرضه واحد متر. ده عرضه واحد متر. والانجل ده نعرف نجبها. متى هذا الانجل ده. راحوا timing في الاخر حسابوه لي هذا الطول ده بكام. اهو. شايفينه الطول ده? راح نزوله الله تحت حسابوه بكام. بعد واجابوا الده بكام? بعد واجابوا ده بكام? بعد واجابوا ده من المسال الصغير. راحوا ا Jia Žilli بقى كده. ان المسافة دي بقى نعرف نجبها ولا آه نعرف نجبها هتوب عبارة عن كم دية ده كله بتلات تلاتة منس الحتة دي هنجيب المسافة دي وجابوها فعل بعد لما جابوها قالوا لي هنكون تريانجل تاني هنكون تريانجل تاني بالشكل دا كده شايفينه اهو تريانجل بالشكل دا كده دي كده كام والانجلز دي معنا وده كده ما له هيبوتنس يعف نجيب دي وهم يعني في الاخر فعلا جابوا دي فعلا وهم اللي جابوها مش هنال يعني دي اول طريقة الطريقة التانية طبعا الاسهل نحن نعمل ايه نعمل باي لزيوش ممكن حريطك تقولها تاني لان عادة كنت بتشاور وبياخدوا دعا تعمل ماشا اقولها تاني اهو هم احنا عايزين نجيب الديدة بكام الديدة عمودي على تو فولس فانا هنروح اكون تلانجل صغير هاو شايفينه تلانجل صغير هاو اهو التلانجل الصغير ده بكام الطور ده بواحد ما هو قال لي ده ده عرضه وعرضو او بوند فايف يعني ده كده بواحد ده بواحد ده بالانجل بکام نعرف نجيبها نعرف نجيبها ال�gi هي بزبط الانجل دي. الانجل دي هي الانجل دي اين الاثنين امالهم ااكدناها اقنناها مقص زي ما انتم بتقولون كده مقص. ال�انجل دي هي الانجل دي وده بكام ده بواحد بعرف جيب ده. عرف اجيب ده. طي اعرف اجيب. جبتي دوت. انا عالف من اول هنا لحدنا كام? تلاتة متر. هطرح تلاتة مينوس الحتة الصغيرة ديت. جبت الحتة التانية دي. يبقى دي كده برضو بقت معها دلوقت. دي كده عبارة عن ايه? تلاتة ماقس الحتة دي. دي كده تلاتة. ماقس الحتة الصغيرة ديت. جبت الحتة دي. طبالانجل دي معي برضو معي يبقى يبقى تلاتة تلاتة مينس الحتة الصغيرة هعمل لها ساين الانجل دي جبت الديب كام تتجاب تتجاب بس انا انا لو منك مش هحلها بالطرق دي اصل يعني انا لو منك مش هحلها بالطرق دي بس انا بس احبت اعرفك ان هي تتجاب انا حبت اعرفك ان زميلك هم اللي جابوها مش انا يعني يعني كلام سهل جدا اي بقى اول طريقة اف في اجيبت دي هعرف اجيبت دي بس اه طب تبقى هكمل حتة دي بس مع كده هقول لك حاجة كده المهمة الاترقة التانية اللي انت عارفها بقى هعمل اترقة التانية اه هعمل همسك كل فورس هعمل لها الاترقة المية وخمسين دي اعمل لها كده مركبة كده ماشي اه ومركبة التحت كمان طبعا دا كله اترقة تعمله وهمسك دي كده هتبقى الفورس التانية اهيت تحت تبقى ديت لفوق يعني هعمل لكل فورس هكما اهو طبعا كم انت اتعرفه خلاص بقى همسك الفورس دي هعمل لها واحدة يمين واحدة تحت وهمسك الفورس دي واحدة شمال وواحدة لفوق وهمسك بقى اليمين ديت اليمين دي مع الشمال دي طب بكم اليمين دي يا جماعة اليمين دي بكام؟ هدقى هفقول لي بكم بتلاتة صح؟ هكتبها لكم هنا اهو ما هي اتبقى في سري اوفر فايف يا هي تلاتة بتلاتة دي كده تلاتة زيها بالضبط اللي على الشمال دي دي كده بكم تحت دي بكم بفايف في فور اوفر فايف يعني بكم فور مين زيها تاني زيها بالضبط مين اللي هي فوق كمان اهو فسري يمين مع سري شمال يدربه في مسافة كام في عرض كام في واحد يبقى سريه في واحد انتي كلوكوايز اربعة اربعة لتحت واربعة لفوق مسافة كام بينهم تلاتة اربعة في كام في تلاتة باتناشر بتلف ازاي كلوكوايز يعني منس اتناشر كلوكوايز اسهل بكتير من الدي دي بصراحة يعني لو منك هحل لها باليزر يوشن المهمى انت في الاخر هيبقى عندك تعرف تجيب قبل بتاع بتاع الخمسة والقبل بتاع الف اللي هو الستة هتلاقي في الاخر تلعب كام بتلعب سري بويند تلو فور بتاع الفورس اللي هي الستة وبتاع الفورس الخمسة تجمحه مع البعض ريزال تقابل في –فايف بويند تو minus five point two anti clockwise. اكنه five point two clockwise. انا كده حسبت هو تركبل بتاعة two forces باستخدام. اول فورس اللي هي ستة كيلو نيوتن عملت لها. ستة سين ستة كوزين. والخمسة كيلو نيوت عملت لها resolution. three over five. four over five. وحلت في الاخر by resolution. جمعتهم عربعة. تريد في الاخر ب minus five point two anti clockwise. اكنها five point two جي المسألة اللي بعد كده. وعكس هالي بقى. قال لي find the f. يعني احنا عارفين يا جماعة ان اول مسألة ادى ال f بستة وقال لك find mean resultant couple moment. دي اول مسألة ادى ال f بستة. ال f قال لك بستة وقال لك find resultant couple moment. مسألة بعدها ات سيفن عكس هالك. قال لك find the f. يعني ال f مش معي. بحيس ان resultant couple moment بكم بزير. يبقى انا هحلها بنفس الطريقة تاني. بنفس المعادلات دي تاني. اللي احنا عملناها قبل كده. وفي الاخر في الاخر هسويهم بكم في الاخر بزير. مومنت couple one plus two. كلهم بزير. هيبقى عندي بس اول اول واحدة دي ات هيبقى فيها ال f ما لها. ال f مجهول بالنسبة لي. عادي. اعمل f sine. واعمل f كزين عادي. واحولها ل two قبل. واحسب بكم المومنت بتاع القبل ال f. فيها النون اسمه f. عادي جدا. والفورس تاني اسمها خمسة. جيب القبل بتاع الخمسة. برضو. واجمع الاتنين مع بعض. اجمع ده. بلاس ده. في الاخر بكم بزيرو. تطلع ال f 14.2. كلام سهل جدا. في بس حاجة عايزة اقولها. عشان بس ايه? يبقى كده بس ايه? بتقريبا انت عرفت كل حاجة. المسألة ساعات ممكن ما تجيش معاك f f d. يعني المسألة ممكن ما تجيش معاك f f d. انا حبيت شوية رخم على الطلبة اللي معايا. مش برخم عليه يعني ايه? بحاول بس اعرفه من اف. هما لما اجابوا له d d بكم. ثم اصلا كريدت مش مني استريم يعني. لما اجابوا له d d بكم. وبتلقوا من اعمل كي اجلب لكم مسألة اصلا متحفوش تجيبه d d بكم. متحفوش تجيبه d d بكم. فعملت ايه? فتحت معاهم. بس هنا اصبتلهم الكلام ده فعلا. فجيبتلهم مسألة. بصوا. ايه جبتلهم مسألة فعلا ما عافش يجيب بها ما عافش يجيب ال f f d d بكم. لازم يحلها. فين المسألة? اهي المسألة هي. بصوا جميعها مسألة دي كده. المسألة دي كده هيت. هو عايز المومنت بتاع الفورس الترتمية. حوالين البوينت او. كنت اه. كنت عايز حد يجيب لي المومنت بتاع الفورس ب f f d. f d على تو. فطبعا ما نفاش. ليه ما نفاش? ركز معا كده. بصوا جده هنا بتكنت بقى بس بس بتلوم ان في مسائل مش هينفع تطبع عطول f f d على تو. سواء بقى كانت في قبل او في ايه في مومنت عادي. ايه. بصوا جميعها مسألة دي مثلا. لو انت حاولت تجيب f f d. هتعمل ايه? هتمد الخط ده الولا شوية. هتمد الخط ده الولا شوية كده. اهوت. وطبعا هتعمل بعد كده تجيب ايه? خط تاني. اهوت. عمودي على d d. اهه عمودي على فورس. فانت هتعمل تجيب بكامل بكامل خط ده. بكامل خط ده. اللي هو d d. فطبعا دي مسألة انت هنا في مسألة دي. انت مستحيل تجيبي d d بكام. فلازم تعمل ايه? لازم تروح غصبا عنك. غصبا عندك تروح تمسك الفورس دي. بتعملها واحدة كوزين. وتعمل لها واحدة سين. خلنا بس كنت ايه? كنت بعرف بعرف زميلكم يعني ان مش اي حاجة f f d بتنفع. هنا مسألة دي غصبا عني لازم لازم. اروح اعمل لها كوزين تلاتين وسين تلاتين وابدأ احسن بكامل المسافات. لكن لو حد منه فكر يجيبها f f d على طول. مستحيل يعرف يجيبي d d بكامل. فعشان كده دايما بحل احسن باكم مسألة كده طريقة. بديك اختيارات. يعني في مسائل احنا بنبقى عارفين ان انت عملك متاعف توصلها بطريقة معينة. يعني في مسائل بنبقى عارفين ان انت عملك متاعف توصلها ب f f d. لازم تعمل لها لزريوش. انا عموما كده خلصت خلاص. هاعمل ممكن حدركك تحلم على اكسرسايز من الاسايمنت لانه كانت حاجات تريخ ما كتير. اكسرسايز من الاسايمنت. او. حاجات تريخ ما كتير. يعني اخر مسألتين كانوا رفمين بصراحة. ما انا حلت مسألة الاخيرة ولا محلتهاش? نا. نا. محلتهاش? نا. نا. اي. مسألة كتير. ازاي محلتهاش? يعني حتى ممكن الفكرة من غير النفسها. اي واي منها اصنع حالتها قبل كده فهجيبها لكم. طيب طبعا لسه. اي راح تفعيل. طيب ماشي. ايه تقريبا على البد الثاني تقريبا. ايه تقريبا على البد الثاني تقريبا على البد الثاني تقريبا. طيب ماشي خلاص نحلها تاني. بس هي حلتها شوية فانا حلتها قبل كده يا فاكر. بس ممكن مع البد الثاني. ممكن مع البد الثاني. تقريبا على 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 البد الثاني تقريبا على البد الثاني. لا لا خلاص. صحوة بس الفكرة انا بجيبها لكم. عشان خاطر انا حلتها قبل كده. ومكتوب اللي ستبس كلها. عشان خاطر ايه تسهل لكم بكتير. يعني انا كاك اقولي الفكرة. بس هي الفكرة ما تبقى قدامكم. حلولها كلها. غير لما انا نزلها تاني وحلها. انا مش عقف اكتبها كمعادلات. يعني هي الفكرة انا اسألة طويرة شوية. طيب خلاص نحل لها بقى كلها. اقول لكم الفكرة بس بتاعتها. هي كانت مسألة مية. مسألة مية عين. مسألة مية هاي بلا عندي تو كابلز. كابل اسمه A B. جوا فولس F B. كابل اسمه A C. جوا فولس F C. وقال لي تو كابلز دولة بسابورت الروت. وسابورت كمعان فيه ويت الف وخمس بيت نيوتين لوت. اتجاهه وتحته عند الـ A. بعدين بيقول لي لو رزالت انت بتاعك. لو رزالت انت فولس. بوم ده اللي هو الروت يعني. الـ R في اتجاه الروت. حدد قايم الـ X والZ. حدد قايم الـ X والZ. حدد قايم الـ X والZ بتاعت الـ coordinate point C. C هنا. لو ركست في C هنا. رأيت. دي مسافة اسمها X ومسافة Z. هو عايز الـ X بكام والZ بكام. وكمان عايز مين كمان. وعايز كمان الماجنيتود بتاع الوزارت انت فولس. وعايز كمان الماجنيتود بتاع الوزارت انت فولس. فانا بصراحة كده هاخد دي كده. نحوط. بنحطها هنا. هي. طبعا زي ما تعاون طبعا احنا طبعا اول حاجة بنكتب فيها الـ points. بنكتب الـ points بتاعتنا. فالـ points اللي عندي مين؟ عندي point A. هتروح تكتبها. وpoint B. و C. A و B و C. تمام. بعد كده عندي فورسز. آآ ايه الفورسز اللي عندي؟ هو قال لي ان الـ F B بكام؟ قال لي ان الـ F B بـ الف ستة مائة وعشرة. F B بـ الف ستة مائة وعشرة. فهيبقى ما تقول منك انت تروح تحول الفورس لـ فهتقول ان الـ F B بتاعتك بتساوي الف ستة مائة وعشرة مضربة في ايه؟ مضربة في الـ A B unit بقى بسرعة كده بس. مضربة في الـ A B unit نفس الكلام ما عملته مع الـ F B هتعمله مع مين تاني؟ هتعمله مع الـ F C الـ F C كان بتساوي الفين ربعمية F C بتساوي الفين ربعمية وهتبقى في اتجاه مين؟ هتبقى في اتجاه A C كده خلصت F B وخلصت F C الـ 1500 هتحولها لـ هتبقى وزيرو ومينس 1500 طبعا حد يقول انت يعجبتها ازاي بالطريقة ديت من غير ما تكتب والكلام ده كله هبصت كده عم اسألة عليها الف وخمسمائية مع مين؟ مع اتجاه الزت يعني هي بقى اللي مين؟ بقى اللي الزت بيبقى زيرو في الـ X وزيرو في الـ Y وكلها مع الزت بس انا عرف ان الزت بصت بالفوق انا عرف ان الزت بصت بالفوق فانا دي اتجاهها التحت يبقى منس 1500 اخر حاجة الـ R الـ R بتاعتي قال لي ان الـ R بتاعتك قال لي ان الـ R ها حانا هي كده بسرعة هعمل ساهم اهوت اهوت ده كده مين؟ ده كده R بتاعي اهوت والـ R ده اصلا مش معي فانا هكتبه هقول ان الـ R فيكتر هيساوي زيرو في الـ X وهقول ماينس الـ R في الـ Y وزيرو في الزت طيب ليه ماينس R في الـ Y اشنا هو عكس اتجاه الـ Y الـ Y بصت بالبرة وهو يبقى هو كده عكس اتجاه الـ Y كده خلصت مين؟ خلصت ايه؟ اخر حاجة هي معادلة واحدة بتقول ان الـ R فيكتر ما يبين هي مسألة اصلا طويلة اهي الـ R فيكتر يا جماعة هتساوي فيكتر هتساوي اول حاجة الـ FB الـ FB فيكتر بلقس الـ F C بلقس الـ بلقس الـ الـ 1500 معادلة واحدة ايه الحال المعادلة دي بتتفكر كم معادلة تلات معادلات معادلة في اتجاه الـ X ومعادلة في اتجاه الـ Y ومعادلة في اتجاه الزت اه في اتجاه الـ X R X equal FB X بلقس F C X بلقس بلقس حاجة في الف ايه؟ في 1500 اللي هي الزيرو في حاجة هنا مسلا اقول R X بكام R X بزيرو هتساوي بسرعة كده الـ A مسلا هتساوي وستة وزيرو هادي الـ A الـ B هتساوي زيرو سوري هتساوي وثلاثة وزيرو دي الـ B الـ C هتساوي X هتساوي X وزيرو ومن ثاني وزت هادي الـ C بسرعة كده الـ B minus 2 الـ B minus 2 في الـ X والـ 3 في الـ Z سوري المهم يعني انت هتكتب الـ points كده زيرو سيكس وزيرو الـ B minus 2 في الـ X والـ 3 في الـ Z الـ X في الـ Z وزت تمام كده كبت الـ points همت آآ طبعا A B unit vector و A C unit vector والكلام ده كله هتلاقي في آخر ده بسرعة يا جماعة انا عايزة هنا اكتب كل حاجة في اتجاه الـ X F B X بكام F B X 1610 مضروبة في بص انا هكتبها لكم وانت بقى روح في البيت اعرف جات ازاي انا عايز مركبة الـ F B في اتجاه الـ X مركبة F B في اتجاه الـ X هتبقى A B B minus A يبقى minus 2 minus 2 على 7 7 جات منين لما تحسب A B unit vector لما تحسب A B unit vector هتلاقي في تحت في تحت 7 بلاص عايز مركبة F C في اتجاه الـ X 2400 هاضربها في اضربها في انا عايز A C unit vector عايز مركبة X بس A C بقى C minus A هتبقى X على سكوير روت طب احنا كده المسألة دي كده هي سكوير روت لـ X في X plus 36 plus Z في Z طبعا يا جماعة كنا نقول له هتعرفوا لما تحسب F B كفكتور بكم وال F C كفكتور انا باخد بس مين مركبة F B في اتجاه الـ X و مركبة F C في اتجاه الـ X طبعا الـ 1500 كلها في اتجاه الـ Z فبزيره في اتجاه مين؟ في اتجاه الـ X كده فكت المعادلة في اتجاه الـ X نفس الكلام هعمله في اتجاه الـ Y ونفس الكلام هعمله في اتجاه الـ Z هيتطلع في اخر عندي كم مجهول الـ X مجهولة Z مجهولة والـ R في الـ Z الثلاثة معادلات دوات فيهم كم مجهول تلات مجاهيل. فيهم الـ X والـ Z والـ R تلات مجاهيل. تحلوا مع بعض ثلاثة معادلات في ثلاث مجاهيل. تعرف تجيب المجاهيل بك. هي دي الفكرة. انا بس مش طوقت المنكاش خاطر حلالة لسه طويل شوية. هحلها لكم وهبعتها لكم على التيم. بس بس يبقى يبقى المنضوبة تفكرني بس. بس هي دي فكرة خلاصة هاخد بس هاخد الاتندنس هقفل بس الـ screen shot دي واحدة الـ share. ما مشا انا كده خاطر الاتندنس هوت. اللي عنده سألي يسأل واللي ما عندهوش ممكن يعمل ليف عادي ويمشي. فيش اي مشكلة بالنسبة شو ما نسموك ناس اسأل? اه اسأل اه. هو لو مدينا رسمنا المومنت يعني كفكتور عادي بس هو مديها للمجنيتيوت بس. اجيبها وكذا مومنت يعني مش واحد بس. هو بيقوله. ايو ماشي اه في مسألة مثلا اللي هي اربعة تلاتة وعشرين. اه لفة اربعة تلاتة وعشرين. وهو مديني المومنت وعايز المومنت. اه الريزولتن المومنت. هو تلاقي بيقولك كلو كويز والأنتي كويز. رجما يقولي. ايو اه اجيبها بالرسمة عادية. قصد يعني ان انا اطريقة الحالة ان انا اجيب الفكتور بتاع كلو مومنت واجمعهم زي القوة عادي لما عايز اجيب الريزولتن بتاعتها. بالظبط. او في طريقة تانية. اشوف في منهم من كلو كويز ومن انتي. واجمعهم عادي. بس. اه. اه. هشوف في من هو. طورتي المسألة كم? اه تلاتة وعشرين. اف اربعة تلاتة وعشرين. اف اربعة تلاتة وعشرين. اف اربعة تلاتة وعشرين. ديت? اه. اوه. 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 وفي وعدة تانية بردك يعني يعني. هو بلا مش الفكرة اه. انت اخد بالك بقى من هنا بقى بص خد بقى من هنا ان انت هنا ايه. بقى هنا 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 الكلام اختلاف شوية. دي في الثري دي مش في الثو دي. ايو من اوضع الثري دي. لأ انت بقى هتلف مع كل واحدة من دولت. هتلف مع الساهم من دولك دوت. يعني انت مثلا لو مسكت ديت. لأ المسألة دي ريخنا شوية. المسألة. فلا جبتهم فيكتور عادي واجمعتهم وغلق? جبتهم فيكتور ازاي? يعني كانها كوى وقبتها فيكتور عادي. جبتها فيكتور? اه يعني MC1B مسب Dublin خاطتول مف ble 200 و 200 و 350. انت اه 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 كده صح اه كده تمشي ماشي كده تمشي واجمع واجمع المومنت كلها بتاع المومنت كلها وتطلع كده اه صح كده تمشي دي بس فكرة دي مسألة بيقولك ازاي بيجيب بص هنا فكرة ان المومنت هنا في السريدي مش في التودي احنا قونا لو في التودي يبقى المومنت كل مع تجاه الكي كان لو في السريدي يبقى لازم اعرف هو اتجاهه فين ففي السريدي هو إليك هنا كده انت لو جيتم مثلا تطبق الروات هاندلور هنا حينه بكمل المومنت رمائة وخمسين تمعاني اتجاه مع الخط ده فانت لازم انتعرف الخط ده اتجاهه ازاي الخط ده اتجاهه ازاي. فهنا مسلا ده دي بوينت اسمها او. دي بوينت اسمها ايه. هتروح تجيب او اي يونت فيكتور. بص احنا ممكن نحطها فين الرسمة دي. نحطها هنا كده. انا برضك دبت الريزولتانت بس مش عارف هي بتلف ازاي بردك. انا ممكن يسألنا على كده ولا لا. انا اهو ما انا اقول لك او بص اهو معاي كده. ماشي. ركز معاي كده اهوت. انا هاجبها ازاي. انا هاتيبها ازاي. دي مسلا. البيونت دي كده اسمها بوينت اي. اوكي. بوينت اي دي انت احتيجيبها في الاسبيس ولا لا. اهو عارف اجيبها اقول ان اي بتاعتي ديت. اقول ان اي بتاعتي. ان بتاعتك دي بتساوي. نفتح براكت كان في الاكس. ماينس تو. يا اي. ماينس تو. كان في الواي. و 2 في الواي و 3.5 في الزل. دي بوينت اي. هقول لك المومنت 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 بتاعقاب الواحد لو انت طبقت الرايت هاند رول ماشي هو الازرق دوت اللي هتلف بيه سواق الأربعة معي. انت هتلف بسواق الأربعة سواق الأربعة مع الازرق ده. فهيدي سباك السمبل اللي هو سباك التخين الكبير مع مين؟ مع الخط الاسود ده في اتجاه الاو اي. فهقول لك ان الام سي وان هيبقى في اتجاهه مع اتجاه اللاين او اي. ماشي؟ فهجي بقى اكتب ام سي وان دوت هكتبه كافيكتور ام سي وان ده هكتبه كافيكتور بيسوي كام؟ ربعمية وخمسين مضروبة في مين؟ مضروبة في او اي لا 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 مضروبة في او اي يونيت فيكتور على المانجيوت يعني ماشي لا تفق طبعا او اي يونيت فيكتور تمام؟ ونفس الكلام برضو هتقول مسلا ده كده اه ام سي تو مسلا ام سي تو هو كله عكس اتجاه الزد فام سي تو دوت هيتطلع في الاخر هيساوي كله عكس اتجاه الزد يبقى زيرو في الاي زيرو في الجي ومينس متين وخمسين في الاي في الزد على طول هو اتجاهه تحته اتجاهه مع اتجاه اللي سوى ده اخر حاجة ام سي سري اللي برضو هتبقى فيها لفة شوية انت هتيجي مسلا البوينت دي عاية دي سميها مسلا بوينت اسمها وليكن سي مسلا هتقول لي ان المسي سري ده هيساوي ون بوينت فايف بدل او يونت فيكتور هيبقى مين بقى هايبقى او سي يونت فيكتور بالزبط اولوها جبت سيبقى بصكده كده انتجبتهم كا فيكتورس بقى ابدأ جماحهم كا فيكتورس ابدأ جماحهم كا فيكتورس او ممكن يساعمني عليبقى على ال اتصرف في curricweres و الانت scenario ولا اللي كلام ده basketball curricweights و الانت вещи مع اتجاه الكي شخص في الـ 2D. في الـ 2D. أما في الـ 3D بقى أنا بطبق الـ وبشوف هي ماشية مع الساهم ده ولا. يعني الكروكواز وانت الكروكواز دي في الـ 2D بس. أما في الـ 3D بقى بطبق برضه الـ أنا في الحالتين بطبق الـ بس في الـ 3D بقى بطبق الـ واشوف الخط اللي هي ماشية معاه. وأقول خط أضربها في الخط unit vector. شكرا. شكرا. في حد أن ده أسئلة ثانية؟ اه باش مال. واسعة لما بيجيب لي كافل مثلا بيبقى وحدة F وحدة F. فالناجاتف دي هتأثر معاه لا بحلا بأرقام ولا بتأثر كفاكتور بس. عشان دايركشن. لأ بصي حكاية الـ F والمينس F دي لما هو بيكتبها هنا. يعني بصي هو الفكرة دي 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 غلطة في الـ نفسه بقى. يعني دي بتبقى غلطة في الـ نفسه. ان الـ لما يجي بيكتبلك الأرقام. يارفين المسألة. ايه مثلا. دي لو خدتها كده. وكنتها عجاب بكده. هو انت عندك F في الاتجاه ده. ماشي. وعندك F في الاتجاه ده. سيبك خالص من الـ يعني سيبك خالص من الـ يعني هنا انا عندي F في الاتجاه ده ماشي. يبقى F بكام أصلا. هو قال لي ان F بـ 200. يبقى فيه 200 لتحت. يبقى فيه 200 لتحت. هعمل لها مرة 200 في 3 وبر 5 في الاتجاه I. ومرة 200 في 4 وبر 5 في الاتجاه J. بس قبلها فيه إشارة مينس. سيبك خالص من المينس اللي قبل الـ انت بس ركزم على الاتجاه. ده اتجاهه الفوق. يبقى 200 لفوق. ده اتجاهه التحت. يبقى 200 لتحت. هعمل هنا. سيبك من المينس F دي. سيبك من المينس. اتابع فº. تمام شكرا. هو بس عادي ان ولando ان العكس لوaine 도 Stelle في الاتجاه. بس هو يعني هو طالما حطط على اسم الاتجاهات ما بقاش بقى لها لازمة يكتب منcolm minutos دي. يعني هو طالما مهطت على اسم الاتجاهات ده اتجاهه الفوقع الده أتجاهه التحت ما بقاش لها لازمة يكتب الـ فهذا دي غلطة في الكتاب تعالريفرنس يعني pod эксперöt Brandon طبعا. لسه بده ما نصحه هيتش. انت دي خالص. ايه شكرا. انا عفو. هيا جماعة. في حد في اسمه اسلام. اصمعت ايش مانش. اعمل لك اقول. هو انا مش عارف اوصل لسئلت الاسئلنت ان الريفرنس. ليه مش عارف احنا كتبين. لسه هيترفع لسه هيترفع لسه هيترفع لسه هيترفع للمس. هو زي التعكيد الطيب ولا مختلف? هو زي التعكيد بالزبط. انت بتعرفه من جماعة من هنا. انت بتعرفه من هنا. ممكن تفتح دي مسلا. اله اول عشرين عشرين. بعتناه لك احنا. مش ده مركضة عندك. او كلها عندك ايه. ايه. روح الله. هيا جماعة. حد عنده سؤال تانيه في حسين اهو بعد حسين حامد. اعمل اعمل لنفسك واسأل. في محمود صلاح. يا جماعة عفك انت ممكن تعمل لنفسك والله. انا فتحتها لكم ايه. انت ممكن تعمل لنفسك واسأل لجماعة. الله بس تمام. شكرا بشماندس. اه يا جماعة عندك اسألة? ايه انت عسأل بشماندس? ايه اسأل? انا عندي سؤال بس بالنسبة للمانيمان فورس. في بس جزئة وسيطة مش فاهمة فيه. ملهم. اه لما باجي جيب الزاوية? الزاوية دي باخدها بين ايه وايه? بيتكون تريانجل. تمام. كونت تريانجل يشوف بقى الفورسيز والانجل قدام كل فورس. بس. يعني في السؤال اللي هو في الاسسايمنت اللي هو تو بوينت وفور. مالو. اه مفروض الانجل هتطلع اه خمستاشر. بس لما جيت اعمل التريانجل الزاوية في التريانجل اه طالع اه هتبقى حاجة واشرين بينهم. اه مش تطلع خمستاشر لما كده عملت التريانجل. يا بان انت عملتها غرض. بس. انا قلت قبل كده قوت. انا احنا قلتها. انت تكون عادي التريانجل عادي. وبتحسب الانجل بتاعت كل فورس من التريانجل ده. كلام بسيط جدا. مفيش في اي حاجة صعبة. اوكي تمام? وبعد كده بتبدأ تشوف الانجل زب كاما وتطبق الساين رو. انا قلتها جماعة والله من سوية يعني حتة دي. انت تعمل اكتر غلطة عندك. يعني رجعت انا لحساباتك. اوانا عملتها بنفسها خطوط اللي حضرك عملتها بس مش عارف حضرك جبت ازاي وخمستاشر ازاي. ما هو يا ابني اهو اهو. انا انا جبتها ازاي? اهي. اهي راحت فين بس. اهي. اهي. اهي دي. انت قضيك على التانية. اه. انا حليتها معكم بثلاث طرق يا ابني. اهي اهي في اخي تطلع اف تو عم مضيجة على الاول. انت عايز انت عايز نهاية احليك بالساين رول? انا فاهمها. بس انا يعني اف تو هي مفروض الزاوية اه الارم بتميل على 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 اكس بخمسة سبعين درجة. و اف تو عم ضيجة على الار. و اف بي بواحد وخمسين. فالزاوية بين اف بي وار هتبقى اهي اهي. 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 شايفها? محلول اهي. مساين نور اهي. اطبق الساين نور دي وتعلم اهي اكس بانجل زي ما انا عملت كده. يطلع في اخل ان الانجل بففتين. او انت لو عندك. انت تراها ما فاهمها هي وانت عندك حسابات غلط. انا جاهها تاني وبعاكم السؤال تاني و انا برضو هيحلاها ووحط لكم على الاتين برضو. الساين نور دي. هيا اخب سيحطي الوقت. هجمعها مين اللي بعد ايه? ماذا مهاندس? اقولي. معلش انا بس دخلت الميتين بعد ما حرضك اتكلمت عن الكويز بس يعني كان عاد لي مشكلة في النت وما حضرتش الوقت ده. فممكن بس تقول باختصار يعني هنعمل ايه يعني ساعتها? لا ده صعب قوي اقوله. معتله بس عشرح الكويز. طبعا انا انا ممكن اه. طب خلاص هو طبعا بصي هو الفكرة انا ممكن احبعت لكم فيديو. ده فيديو بتاع الناس قبليكم. كنت باش نحن لهم. بصي لا خلي حد يشرح لك بقى. بصي انا هبعت لكم فيديو. ده كنت بشرح لكش انا لقبليكم. اه. باش نحن لهم زي بيحلوا الكويز. فانت هبعت لكم فيديو ده تفتحوه تاني. تشوفوه تاني. يعني تجلو الفيديو لحد ما تشوفوا الحد انا باش رح فيها الكويز. وخلي حد من زمانك يعملها. لان هو موضوع طويل قوي. يعني الموضوع انا عدت فيه ربع ساعة باش راحه. طب والفيديو هتبعت فين? هبعته لكم على الانتو انتو انتو الميستريم ماشي. هبعت لكم الفيديو في الميستريم عندي. اه. عندكم في هبعته لكم في التشانيل بتاعتنا. اللي هي توتوريالز تقريبا. اه. هبعتها لكم في توتوريالز بدي اف عندي لينكيز. هبعت لكم كده فيديو. هقول لكم ده كده الكويز ديسكريبشن مثلا. او كويز اه اي حاجة. هتفتح ده الفيديو. هتفتحيه. هتلاقي بس ان هو فيديو شرح اصلا. سيكشن عادي. هتخشي جوا تشوف الحتة اللي انا بشرح منها الكويز. اسمعيها. هتفهمي كل حاجة. هاي جماعة. هاي جماعة. هاي بس انت سوى تاني. ماشي جماعة بالتوفيق. اشتركوا في القناة.